اشتركوا في القناة اللي بيجمع ما بين الاهل المصري نادي القرن والنادي الاكثر تتويجا بالقاب على مستوى العالم في مواجهة بالتأكيد متصدر الدور التونسي في النسخة الحالية 2015-2016 وهو نادي الصفاقسي الرياضي في مواجهة بالتأكيد ودية هنا في ارضية هذا الملعب في الامارات العربية المتحدة وفي حضور جماهيري صراحة يعني يعتبر لحد ما حضور جماهيري مرضي بالنسبة للجماهير الاهلوية العاشقة اللي قادمة من كل مكان ومن جميع انحاء الوطن العربي من اجل متابعة الاهل في لقاء اليوم بالتأكيد مباراة النهاردة هي مباراة مهمة جدا ومباراة بالتأكيد في ختام المعسكر الودي وفي ختاب المعسكر التحضيري اللي كان اقام النادي الاهلي بقيادة مديره الفني البرتغالي السيد خساب زيرو المدير الفني البرتغالي اللي تولى مهمة تدريب النادي الاهلي خلفا لفتح مبروك وبالتأكيد في الفترة الحالية الكل ينتظر ويترقب هذه المباراة في مواجهة بالتأكيد مهمة جدا يعني مباراة النهاردة الاهلي كامل العدد والصفاقسي كامل العدد دكت متلاء متميزة بالنسبة للاعبي الفريقين في حضور بالنسبة لخساب زيرو المدير الفني البرتغالي اللي النادي الاهلي وفي حضور للمدرب التونسي الوطني الكابتن شهاب الليلي واللي سبق لي ان درب نادي دبي هنا في الامارات العربية المتحدة وهو المدرب اللي يعتبر من المدربين المتميزين في عالم كرة القدم التونسية في الوقت الحالي بالتأكيد بيصطف اللاعبين من اجل السلام الوطني وعلى عبارة مصر امان ومصر بلد الامن والامان سنستمع لان نشيد الوطني لكل الفريقين ولكل الدولتين بعد تحية للجماهير الموجودة في ارضية الملعب للاعبي الفريقين والسلام الوطني لالامارات العربية المتحدة عيش بلادي عاش اتحاد اماراتنا عاش اتحاد اماراتنا اتحاد اماراتنا عاش اتحاد اماراتنا عاش اتحاد اماراتنا المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة ولا عاش من ليس من جندها نموت ونحيا على عهدها حياة الكرام وموت العظام بلادي 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 لك حبي وفؤادي السلام الوطني لبلادي جمهورية مصر العربية المترجم للقناة المترجم للقناة بلادي 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 أن تخرج به الشكل اللائق وبالأداء المنتظر في تجربة ودية ما بين الفريقين طبعا جمهور الأهل اللي حاضر في أرضية الملعب منسيش الدخل بتاعته بالرغم من غياب الجمهور العاشق والجمهور المتين بحب النادي الأهلي في حضرة الكبن عبد العزيز عبد الشافي زيزو اللي ضرب مثال يحتذى به في الولاء لإدارة الأهلي عندما تقبل المهمة وفاز ببطولة السوبر المصري على حساب الزمالك في استاد هزاع بن زايد بتلت أهداف مقابل هدفين بالتأكيد النهاردة الأهلي بلعب بتشكيلة مكونة من شريف إكرامي حارس مرمى شريف حازم وبجواره محمد نجيب البندفاع مليمين بيتواجد باسم علي ومن اليسار صبر رحيل وسط الملعب حسام عشور حسام غالي مع مؤمن زكريا وعبدالله السعيد أحمد حمدي وفي الهجوم بيتواجد النهاردة عمر جمال على الجانب الآخر النادي السفقسي في لقاء اليوم بيلعب برامل الجريدي حارس مرمى ماهر لحناشي وسليم بن جميع وزياد الدربالي وعلي معلول وسط الملعب حمزة حد كريم العواضي محمد علي منصر ومصعب ساسي مع سليم المحجبي وفي الهجوم لتشادي إيزكيال أنداوسال تقم التحكيم النهاردة من الإمارات العربية المتحدة الكابتن سلطان محمد صالح حكم ساحة المساعد الأول الكابتن محمد الأبيدلي المساعد التاني الكابتن حسن الحمادي والحكم الرابع في مباراة اليوم هو الكابتن إبراهيم سلطان يعني النهاردة موجه ما بين خوسيب زيرو وما بين شهاب الليلي وخوسيب زيرو اللي بالصبق يعني اللي كان بدأ عام التدريب في عام 92 لما كان بدرب فريق نادي ناسيونال في البرتغال وبعد ذلك كان به المطاف إلى تدريب سبورتيج لشبونة ومساعد في ريال مدريد مع كارلوس كيروش قبل العودة إلى الوحدة الإماراتي ثم نادي سبورتينج إبراجا دلوقتي بيقتحم علي كبينة التعليق سعد سمير مدافع النادي الأهلي وسعد سمير بالتأكيد أخذ منه كلمة سعد توقعاتك لمباراة النهاردة ايه؟ ربنا كريمنا إن شاء الله نعم براك وإيسا ورجالة النادي الأهلي يشرفون دائما يشرفون بر مصر طيب سعد عايز أسألك سؤال بيقالي فترة كتيرة قوي لا بشوفك أساسي ولا احتياط أنت فين؟ أنا في النص يعني سعد سمير لا يمكن كنت أفوت الفرصة ديا غير لما خلي سعد سمير يدخل عندي في كبينة التعليق وهو صاحب الدم الخفيف سعد سمير والوحيد اللي ممكن لما يعمل تاكلينج عنده استعداد يطلع للمدرجات يلا معلنا يا عم سعد خارك ده قطعتك يلا نستأتل بداية أحداث المباراة في الوقت الحالي الأهل يعني بيترقب في مباراة النهاردة بعد الفوز على نادي دبي بنتيجة أربع أهداف مقابل لشيء ولكن النهاردة بالتأكيد هناك دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن العربي جميعا الشهداء اللي يتغمدهم الله سبحانه وتعالى بروحه ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يسكنهم فسيح جناته الله سبحانه وتعالى انتهت الدقيقة الحداد وهي على روح والدة الزميل كريم عبدو في شركة تيلي سيلر اللي بالتأكيد هي بادارة الاستاذ احمد سويلم وهنستعد لبداية احداث مباراة النهاردة الاهل يمكن اللي في جدول ترتيب الدور المصري بيتواجد في المركز السابع بعد ملعب اربع مباريات والصفقسي اللي متصدر بفارق نقطة وحيدة بس عن نادي الترجي اللي بالتأكيد بلحقه في المركز الثاني هنستعد لبداية احداث المباراة النهاردة خسيب زيرو بيلعب باحمد حمدي وبيدينه الثقة انه هو يلعب كاساسي في لقاء اليوم وعلى الجانب الاخر يمكن بالتأكيد في نادي الصفقسي الوحيد اللي من التشكيل الاساسي على دكة البودلاء هو ويسام كمون اللي بيلعب مكانه النهاردة في وسط الملعب مصعب اساسي النهاردة تبعو الظاهير الايصر اللي هو سليم لمحجبي لعب ممتاز وتبعو برضو علي معلول اللي في لقاء النهاردة بالتأكيد له مهام مختلفة جدا من جانب شهاب الليلي صافرة البداية بدأت وعلى بركة الله نبدأ احداث هذه المباراة تحياتي بيلال احمد علام هنا عبر النهار الرياضة وعلى امنيات ان احنا نشوف مباراة جميلة جدا ما بين الفرقين اول محاولة كده في الكرة اللي فاتت لكن نجيب كان ضاغط فيه اللقطة اللي فاتت على مصعب ساسي اللي كان بيحاول لكنها تماثل صالح الاهل هنا على ملعب الوصل الاندية المصرية تقلقت ونادي الوصل اللي كان سابقا اسمه نادي الزمالك وبالتأكيد الاندية المصرية وبالتحديد النادي الاهلي اللي للاعب على هذا الملعب مباريات عديدة لم يسبق للاهلي انه هو تعرض لهزيمة على هذا الملعب امام الاندية الاماراتية بالاخص رمي التماثل تلاعب كرة في وسط الملعب محاولة من تاني لكن استخلاص موجود في المنطقة الدفاعية والكرة الى تماثل لصالح الاهل رمي التماثل من صبر رحيل يلعب كرة امامية محاولة عند عمر جمال لكن هنا فيه تغطية موجودة من جانب سليم بنجميع والكرة الى ضربة مرمى لمصلحة الحارس رامي الجريدي حارس المرمى رامي الجريدي ست مواجهات سابقة جمعت ما بين الاهلي والصفاقسي اربع انتصارات للاهلي وانتصار وحيد للصفاقسي وتعادل وحيد كان ما بين الفريقين وبالتأكيد لما نتكلم عن الاهلي والصفاقسي فنتكلم عن قصة رجل الابكى مدينة محمد 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 ابو تريكا اسطورة كرة القدم المصرية واللاقب صاحب البريق الخاص كاخلاق وكلاءب كرة قدم واللي ابكى بالتأكيد كل جماهير الصفاقسي في مباراة حداشر حداشر الفين وستة وحول امامية ولكن هنا تغطية دفاعية والكرة سهلة عند الحارس رامي الجريدي مثل الاعلى بيقول يعني ان مثل الاعلى هو جلويجي بوفون على المستوى الدولي ومثل الاعلى على المستوى المحلي في تونس فبالتأكيد هو اختار الحارس المتميز شكر الوعير كرة سهلة عند الشيف اكرامي قبل ما يضغط عليه اسكيال اندوسال ويمسك ابتبات عشان يضيع محاولة اولى من جانب نادي الصفاقسي النهاردة دكت مدلاء النادي الاهلي احمد عدل عبد المنعم عماد متعب وليد سليمان احمد الشيخ صالح كمعة عمر رجب وحسام حسن وجون انتوي محاولة ولكن استخلاص بالراس ومرة تانية كرة عند علي معلول لكنها الى تماس لمصلحة الصفاقسي في الوقت الحالي رني التماس عند سليم لمحجبي في الوقت الحالي 27 سنة واللي منضملهم من صفوف نادي مستقبل المرسى في تونس في وسط الملعب عبدالله السعيد يوقف الكرة عبدالله ويحاول من تاني يبدأ الكرة من ناحية المين ولكن تتقطع مرة تانية وبترجع محاولة من اسكيال فتح له على شمال وكده مصحب ساسي يلعب لمصحب واحد لواحد مع شريف حازم بيحاول ان هو يعدي وقادي مصحب عدا كويس برافو مصحب بيحاول يلعب بالعرض وهنا بقى مش ممكن الهدف الاول وغلطة من محمد نجيب والاول لصالح السفاقسي في الوقت الحالي واحد السفاقسي لا شيء الاهلي ولا يهمك يا نجيب ولا يهمك يا نجيب وقادي محاولة اولى ومصحب ساسي اللي كنت حذرت منه في بداية المباراة وقلت لكم تابعوا لعقب كويس لعب كرة بالعرض خبطت في محمد نجيب دحك على الشيف اكرامي وبقى الاول اللي صالح السفاقسي في الوقت الحالي السي اس اس السي اس اس بيخطف الهدف الاول لا بهدف بالخطأ في مرمى من محمد نجيب اللي كرته بتغالط المرمى وبتبقى في مرمى شريف اكرامي واحد السفاقسي لا شيء له هيا الاعادة وقادي نجيب يعني ايه حتة بليارد وكده من نجيب ولا يهمك يا نجيب رجعت الكرة في المنطقة الدفاعية عند الشيف حازم اللي بيسلم الكرة عنده احمد حمدي بداية في قسط الملعب عنده عمر جمال ولكنها صفارة وخطأ وضربة حرة لمصلحة نادي الاهي محاولة من اليمين عند باسم يلعب الكرة عند مؤمن زكريا اللي يرجع من جديد في قسط الملعب الكرة من شريف حازم سهلة عند شريف اكرامي شريف يلعب الكرة الطويلة محاولة امامية عند غالي هنا الاستخلاص بالرأس موجود من جانب سليم بنجميع محاولة من جديد ادي باسم علي بيحاول وادي هنا الكرة وصفارة من حكم المباراة وخطأ ليه مصلحة باسم علي في الوقت الحالي ادي قدامنا باسم اللي كان منضم للنادي الاهلي قادم من صفوف نادي المقولين العرب في الوقت الحالي واحد من لعيبة اللي يعني في فترة من الفترات كان محط انتقاد من جماهير الاهلي ولكن يعني الميزة اللي موجودة في جمهور الاهلي مهما بتنتقده مهما بتقطع زي ما بتقول ففي النهاية لما بتلعب ولما بتأدي يعني بتدي له حق ويمكن يعني ادي اول كرة كده ومحاولة وتزديدة لكن الكرة لخارج ارضية الملعب واقلة ضربة مرمى ضربة مرمى بتزديدة كده يعني على غفلة لكنها مرت لخارج ارضية الملعب من قدام رامي لجريدي حارس مرمى فريق نادي الصفاقسي ادي التزديدة و ادي المحاولة كانت حلوة في اللقطة اللي فاتت من صبر الرحيل ما شاء الله السهمة عنده انفاير بسم الله ما شاء الله طبعا لان اصابات الاهل كتير يعني احمد عبدالظاهر غايب للاصابة احمد فتح غايب للاصابة سعد سمير غايب للاصابة اسماء كتيرة جدا وقادي كورة بيغلط فيها كده الدفاع وعمر جمال بيحاول ممكن يمرن عند مؤمن لكن عمر جمال يحضن على كرته وصفارة ضربة حرة مباشرة لمصلحة الاهل في الوقت الحال هذه محاولة كانت موجودة من جانب عمر جمال اللي حاول ان هو يعدي منها عمر جمال لكن كان فيه رقابة دفاعية من جانب حمزة حدة وضربة حرة مباشرة لمصلحة النادي الاهل ده اللي قدامنا كان هو سليم بن جميع اللي من مواليد فرنسا بالمناسبة ولقف فيه جنوى ومر كده على عدة انديها نستعرضها كده لاحقا واللي كان وقع معاهم في عام الفين واربعتاشر سليم بن جميع وضربة حرة مباشرة في الوقت الحالي لصالح الاهل صبر الرحيل وعبدالله السعيد عبدالله السعيد مع الاسماعيلي سجل ونشوف أدي عبدالله يسدد لكن تخبط الكرة في حاقة الصد وإلى ضربة ركنية لمصلحة النادي الاهلي يبقى الاهلي هو الاهلي مع اختلاف الازمنة واختلاف المواسم واختلاف المدربين واختلاف يعني كل حاجة يبقى النادي الاهلي هو الاهلي مصدر سعادة لكل الجماهير المصرية واعشاقه بالتحديد أدي محاولة وأدي كرة لكنها تطلع مرة تانية الى ركنية لصالح الاهلي واحد يقول له الاهلي مصدر سعادة لكل الاندياء المصرية قل له اه طبعا الطبعا النادي الاهلي اللي شرف كرة القدم المصرية بارقام قياسية سواء على المستوى المحلي او على المستوى الافريقي او على المستوى العالمي الاهل العالمي واخد الكرة الاساراب تتلاقى من عبدالله سعيد محاولة من تاني ترجع ادي عبدالله معالكور عايزي عدي كعب رجل من تاني واخد محاولة ولكن فيها رايا مرفوعة تسلل ضربة حرة غير مباشرة لمصلحة نادي الصفاقسي اول مواجهة كانت جمعة ما بين الفريقين كانت في 15 مايو 2006 في ملعب صفاقس وكان فاسعتها الصفاقسي بهدف مقابل لشيء اللي كان سجله هو عصام المرداسي واللي بيعمل حاليا عصام المرداسي في الجهاز الفني لفريق نادي الصفاقسي وقبل المباراة كنت انا وهو كابتن سيد عبد الحفيل في حوار بالتأكيد عصام المرداسي اللي لا ينسى لا ينسى اللحظة اللي صمتت فيها كل الجماهير التونسية مع حدف ابو تريكا واللي كرموا الالترس اهلاوي بيها بالتيفو وبالدخلة الجميلة بالتأكيد في اخر مشهد لوداع ابو تريكا في مباراة اورلاندو بايرتز فوسط الملعب محاولة من تاني بترجع من دفاع الصفاقسي وقادي الكرة اللي موجودة محمد نجيب لكن يضغط عليه من اسكيال وقادي صفارة من حكم المباراة ضربة حرة غير مباشرة لمصلحة النادي اله قادي قدامنا اسكيال اندو اسال يعني بعض الجرائد كده كانت انكلمت وقالت ان هو اوريب من الاهلي والزمالك لكن يعني وكيله معز الشاب بيقال الكلام ده مخالف تماما للحقيقة ولم يصلوا اي عرض لا من الاهلي ولا من الزمالك ولا من الاسماعيلي حتى لكن تماث في الوقت الحالي من باسم علي اللي بيرجع عند شريف حازم بدأ مع النادي للاهلي شريف حازم قبل ما يلف لفة كده ويرجع مرة تاني للاهلي وقادي محاولة من تاني لكن رأسية وصفارة من سلطان صالح حكم المباراة ضربة حرة لمصلحة الاهلي عند القائد والكابتان حسام غالي قدامنا هنا احمد حمدي يعني زميله في الفريق بيمدحه بيقوله انه هو يعني عنده ثقة كويسة وملتزم بين قسين دي اهم حاجة الالتزام اهم حاجة واللي من لعيبة عنده سناب شات نصيحة يتقفل السناب شات يتعمل السناب شات برايفت وعلى اصحابك بس وصحابك اللي ابتسك فيهم حاكم دلوقتي الواحد بشك في صحابة يده اخدوا بالكو محاولة من تاني في وسط الملعب هذه كرة موجودة عند حمزة حدة اللي بيلعب الكرة عند كريم العواضي اللي بيحاول من ناحية المين عن طريق زيادة دربالي لكنها تماث لصالح استفاقسة قدامنا هنا صبر رحيل اللي كان انتقل من المقصة الى الزمالك ومن الزمالك للأهل صبري رحيل اللي قدامنا هنا ورمي التماس في وسط الملعب ترجع من تاني عند الدربالي النهاردة علي معلول عنده دور ان هو يبقى في وسط الملعب من الناحية اليمنى لعب بيجيد اللقبة بالقدمين الاثنين وقادي تمريرها في وسط الملعب حلوة احمد حمدي ينقل اللقبة كويس لأقصى الناحية اليسرى لكنها بإيده والد عبدالله السعيد عبدالله السعيد هو اللي كان عايز ينقلها عند احمد حمدي لكنها طلقت الى رمي التماس تتلاقي برمية التماس لصالح الصفاقسي في وسط الملعب يقطعها كويس في اللقطة اللي فاتت حمدي عند مؤمن زكريا وسلامات اللاعب من الصفاقسي اللي واقع على ارضية الملعب في الوقت الحال وهنشوف وهننتظر وقدامنا هنا الجماهير الاهلاوية الحاضرة بالتأكيد اغاني اصبحت تردد في كل مكان ويمكن جرب تدخل الاستاذ ديام من الاعمال الرائعة بالنسبة لجماهير الالترس الاهلاوي حتى لو كان اللحم متاخد من اغنية كده يقولوا باهم يقولوا فيها سيسي سنتي والله ما فاكر هو سند الحفظ الاغنية دي لكن طبعا بالتأكيد جرب تدخل الاستاذ هتلاقي جوه الف باب يعني من الاغالي الجميلة اللي كان غناها جمهور النادي الاهلي في الايام الماضية تمس في الوقت الحالي لصالح باسم علي من اليمين في وسط الملعب عند احمد حمدي يغير اللعب الاقصى الناحية اللي يسرى فيه محاولة موجودة عند عبدالله السعيد يستلم الكرة عبدالله بيحاول ان هو يتوغل عبدالله عايز يلعب بينيها لكن برافض قطعت من ماهر لحناشه رجعت مرة تانية في المنطقة الدفاعية عند نجيب في بلدية المحلة ومن بلدية المحلة لاتحاد الشرطة ويمكن على فكرة اللي كان خلى محمد نجيب اداءه يبرز ان هو يعني ما تغيرش مع العيبة كثيرة جدا مع حسام عبدالجواد ومع أحمد دويدار التلاثة كانوا عاملين ثنائي كويس جدا ونجيب اللي كان سبقه منتقل للنادي الأهلي وادويدار اللي حاليا بلعب في الزمالك وحسام عبدالجواد اللي يعتبر من أهم اللعيبة في المنطقة الدفاعية في الوقت الحالي هو اللي لم ينولوا الحظ محاولة حلوة في المين وأدي الكرة من ناحية المين وأدي رأسية باسم بيحاول عمر جمال حلوة هجم حلوة من عمر جمال هجم على الكرة كويس عمر جمال لكن الكرة سهلة عند حارس المرمى رامل جريدي تغييرت ملعب حلوة من نجيب ومحاولة كانت من أقصى ناحية اليوم نا من باسم علي اللي لأبهب العرض لكن الكرة كانت وصلت سهلة عند حارس المرمى رامل جريدي بعد ما كان ضغط عمر جمال كويس يلعب يا أهل وادو المحاولة هي من اليمين وادو باسم علي وادو الرأسية وادو استلامة عمر جمال اللي بيسدد لكن رامل جريدي بيتصدل تتقطع الكرة ومحاولة أمامها من مصعب ساسي عايز يلعب بينيا مش لحد خالص أقرب عند شريف إكرام جيل السفاقس طبعا اللي كان معروف في مصر تغير تماما وقال السفاقس اللي كان لعب في مسامق الدوري أبطال أفريقيا وكأس الاتحاد الأفريقي اللي هي تسمى حاليا باسمه الكون فيدرالية ومحاولة من الشمال مرة تانية عن طريق صبر رحيل يلعب لعبد الله السعيد وانتو جميلة وصابري هنا بيمطلق بيحاول مين اللي اطلق له عايز يلعب العرضية زبطها زبطها وعد رأسية من مؤمن نزلت محاولة وعد الكرة من تاني استلامة من عمر جمال بيعدل عمر جمال يا ولد حلوة من عمر جمال في اللقطة اللي فاتت يا ولد يا عمر يا جمال جميلة جميلة من عمر جمال لكن الكرة مرت على شمال حارس المرمى ولخارج أرضية الملعب وإلى ضربة مرمى قادي هنا أحمد حمدي بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله هيا قادي حسام غالي ده الكابتان حسام غالي واللمسة حلوة لعمري جمال أحلى وقادي التمرير لكنها بتمر لخارج أرضية الملعب وإلى ضربة مرمى قادي الاعادة وقادي هنا محاولة الاستلامة وقادي هنا غالي يعني اديه لوحدة كده كعبة حريرة عند الغزال عمر جمال اللي سدد لكنها مرت على شمال رامل جريدي وإلى ضربة مرمى علي الكرة يسبق مصعب ساسي عند اسكيال اند واسال اللي يرجع من تاني عند مصعب ساسي مع الكرة مصعب ساسي اللي منضم من صفوف النادي قال بنزرتي وقادي هنا تسلل في اللقطة اللي فاتت على محمد علي منصر في محاولة كانت موجودة من جانب السي اس اس النادي الرياضي اصفال صبر رحيل يلعب كرة لكن في وسط الملعب يضغط كده حسام عشور وعبدالله السعيد ترجع مرة تانية من تاني ادي نجيب اللي يرجع يمرر عند اكرامي شريف يلعب الكرة قصيرة عند محمد نجيب يعدي ويتوغل ويمرر كرة لاقصى الناحية اليسرى وترجع له من تاني ادي تمرينات كده قصيرة لكن ضغط كويس من جانب لعب الصفاقسي بالمناسبة النتيجة 13 دقيقة لكل من ينضم الين عدمين ده من جانب محمد نجيب هنا بقى اسكيال وكبر كده لباسم علي محاولة من تاني من اسكيال يمرر يكون عند مصعب ساسي لعب كويس ما قللكم عد مصعب مر مصعب سدد جات في زميله واده محاول وإلى تماثل صالح الاهلي قلتلكم ايه قبل المباراة قلتلكم ايه اول ما بدأت التعليق قلتلكم تابعوا مصعب ساسي لعيب ممتاز عنده كنترول كويس جدا على الكورة ولعيب ما شاء الله عليه السفاقسي كده معروف انه هو وفي كل سنة بيطلع لعيب على مستوى عالي جدا يعني اللي يتذكر طبعا عبد الكريم النفطي وهنا بقى عبدالله السعيدي رد الكوبري في اللقطة اللي فاتت لكن اللي لقى من السفاقسي فوسط الملعب قد تمرير امامية عند اسكيال بيحاول اسكيال بيمرر الكورة عند مصعب ساسي ولكن هنا المرة بقى الشيف حازم من غير ميت فلسف ويطلع الكورة الى ركنية لمصلحة نادي السفاقسي محاولة هيا وقادي قدامنا ايزكيال اللي رجع لي الدوري التونسي مرة تانية من بوابة نصر حسين داي الى صفوف النادي الافريقي ومن الافريقي الى نادي السفاقسي وقادي الضرب الركنية اللي هتتنفس في الوقت الحالي لمصلحة النادي السفاقسي عند علي معلول اللي بلعب الركنية علي المرود وقادي محاولة بالرسلك انها بتنزل خطيرة لصالح راب البلوك الدفاعي من جانب صبر الرحيل في اللاقة اللي فاتت تيرجع من تاني محاولة من جديد وقادي تمريرة لأقصى الناحية اليسرى لكنها تماس لمصلحة صبر الرحيل نزلت في وسط الملعب من حسام عشور لصبر اللي بيرجع مرة تانية في منتصف الملعب تمريرة عند عبدالله السعيد توظيف خسيب زيرو لحسام غالي زي ما كان بيلعب في توتنام كجناح عيمن في مباراة النهاردة وهذه الكورة في وسط الملعب السعيد بيحاول يلعبها حلوة وهذه الكورة فين العرضية العرضية بتتلعب على القائمة التاني وهذه محاولة لكن برافو دفاع الصفاقسي وجابها ممتازة من صبر الرحيل وعبدالله السعيد في الوقت الحالي وهنا ضغط مرة تانية لكنها الى تماث لو الزميل العزيز محمد الكتب يعد للقطة مرة تانية يعد للهجمة اللي فاتت ديا للنادي الاهلي والاوفر لابي الجميل ما بين عبدالله السعيد وصبر الرحيل والكورة اللي تلعبت بالعرض لكنها اتقطعت من دفاع الصفاقسي السعيد اهيا شكرا محمد الكتبي وقادة العرضية والمحاولة وهنا حسام غالي كان ضغط لكن من قبله كان ضغط سليم لمحجم شريف حاسم في وسط الملعب يلعب كورة بترجع من تاني عن طريق شريف حاسم بعد ما خد الكورة مع باسم علي وحاولة في وسط الملعب عند حسام عشور اللي بيرجع مرة تانية من اقصى الناحية اليسرى تحضير من المنطقة الدفاعية من تاني قادة شريف حاسم بدور كاليبرو في النادي الاهلي محدش ينسى عماد النحاس عماد النحاس واحد من معلمين الكورة اللي جمع لعبه في النادي الاهلي وقبله طبعا كان هادي خشبة لكن عماد النحاس الكرات الطولية وانعكاس اداء عماد النحاس وثقة عماد النحاس وهنا بقى فيه راية مرفوعة وتسلل على اسكيال اند واسال مهاجم للشادي في اللقطة اللي فاتت كنت بتكلم على ان عماد النحاس حسن كتير جدا من اداء شادي ومن اداء واق الجمعة وقادة كرة فوسط الملعب من جديد عن طريق احمد حمدي يلعب في اليمين باسم يمر الفوسط الملعب عند مؤمن وقادة اعادة للتسلل في اللقطة اللي فاتت والمحاولات اللي كانت موجودة من لعبي الصفاقسي وهنا صفارة وخطأ لمصلحة النادي الصفاقسي النهاردة دكت متلاء النادي الصفاقسي محمد الهادي جعلول حارس مرمى مجد المصرات اسليم لمزليني محمود بن صالح مرهان الحكيمي فراث شواط ونسيم هنيد وريمون وحسام اللواتي واسيم كمون وحسان الحرباوي ترجع تمريرة لكن تتقطع كويس من شريف حازم وصفارة من حكم المباراة سلطان صالح خطأ لمصلحة الاهل عشور مع الكرة فوسط الملعب بدايته كانت في مباراة الاهلي والمنصورة حسام عشور ومعميم مع فتح مبروك وكان فاز الاهلي بيها بنتيجة 1-0 عن طريق محمد فضل رجعت من تاني تمريرة فوسط الملعب في العمقى عند عبدالله السايد حلوة عند حسام غالي يلعب الكرة لكن البينية تتقطع المراد عن طريق زيادة دربالي زيادة دربالي لعب الدولي السابق 31 سنة واده تحضيل في المنطقة الدفاعية نفسهم قدام لعقبة الاهلي رجعت الكرة من تاني من اليمين عن طريق علي معلول يمرن في وسط الملعب أمامها محاولة من اسكيال ادي الوان تول جميلة واده محاولة للانطلاق واده العرضية حلوة الكرة من محمد علي منصر نزلت عند مصعب ساسي الخطورة هنا كعب رجل حلوة عند اسكيال خبط الكرة واده محاولة من تاني لكن نجيب يقطعها وترجع لصالح الاهلي مرتدة وحاولة من حسام عشور تغيير مراكز ما بين حسام ومؤمن دلوقتي حسام على الشمال عايز يعدي لكن زيادة دربالي يقطعها نزلت ولكن صفارة موجودة وخطأ على زيادة دربالي لمصلحة حسام غالي حسام غالي في الموسم الماضي تعرض لانتقاد والضغط محدش كان تعرض له قبل كده في الجيل الحالي من اللعنين ولكن لان حسام غالي واللي زي ما انا قلت مش كل لعيف في الملعب راجل ومش كل راجل في الملعب حسام غالي عاد حسام غالي وقدم مباريات متميزة جدا وهو دائما وابدا ما يصنع الفارق ما شاء الله على حسام 34 سنة وباسم الله ما شاء الله عليه صفارة موجودة وكان خطأ فيه اللقطة اللي فاتت لصالح الاهلي وانذار اول فيه المباراة على ماهر لحناشي رقم 19 انذار موجود عليه وحسام غالي هو اللي واقف على التنفيذ في الوقت الحالي ليه مصلحة الاهلي بدورة لأي حد من زميل العبق وصيارة عند مؤمن ترجع تاني عند غالي يحضر في المنطقة الدفاعية كرة عند الشيف حيازن بيحاول شريف لكن يرجع تاني عن طريق نجيب مع الكرة محمد نجيب اهو يبدأ من الشمال عند صبر رحيل الاهلي بيدور كده على حل طبعا فيه وليد سليمان على دكة المدلاء واحد من الحلول رمضان صبحي واحد من الحلول ويعني لعبة كتير جدا حلول موجودة عند النادي الاهلي ولازلت مصمم ان محمد حمد زاكي لما يدخل في فورمة المباريات هنشوف لاعب عبقري اللي كان بتابعه مع المنتخب المصري للشباب في كولومبيا جيل الشناوي وصلاح وانني ومحمد غايز وقدي كرة حلوة جدا لأقصى الناحية اليسرى مفاش تسلل كرة صبر رحيل بيحاول للأهلي عرضية من صبر رحيل وقدي محاولة لكن برابو نزت عند حسام عشور بيحاول عشور يلعب الكرة عند غالي بيحاول غالي عايز يعدي لكن تتقطع منه من علي معلول يضغط عشور لكن علي معلول بمهارة يا ولد يعد كويس ترجع في وسط الملعب بينية وانت لقى من أقصى الناحية اليسرى كالعادة مصعب ساسي سبق بينه بن باسم علي يسبق مصعب ساسي في اللقطة اللي فاتت يحاول ويرجع عنده اسكيل اهو خل عندك الجرائد المصرية في الأيام اللي جاية مفاوضات ما بين الأهلي ومصعب ساسي ومفاوضات ما بين الزمالك وما بين مصعب ساسي صراحة يعني للي بتابع النادي الصفاقسي ويمكن كتير من الجماهير الأهلوية اللي ليها يعني كده تقارب ما بينها وما بين الأندية التونسية عارفين مين هو مصعب ساسي رجعت الكورة يمكن واحد من زمائلي محمد خميس هو اللي كان أهلي على مصعب ساسي ده قال للاعيب كبير فعلا مصعب ساسي من لعيب المتميزين وكورة بتطلع لخارج أرضية الملعب وسلامات على أرض الملعب في الوقت الحالي زياد الدربالي لكان بدأ مع الأولمبي الباجي وانتقى الليئة الترجي الرياضي التونسي أو الترجي وعشرين دقيقة من بداية أحداث المباراة الصفاقسي يتقدم بهدف بالخطأ من محمد نجيب في مرمى النادي الأهلي في الديئة التالتة من عمر وأحداث المباراة لكن في الوقت الحالي نتحدث عن الصفاقسي وزي ما قلنا قصة يعني هدف أبكى مدينة وقصة هدف أبكى جمهور للي يتذكر الصفاقسي ما يتذكرش هدف أبو تريكا بس اللي سجله في الديئة الأخيرة وحصل الأهلي بيه على اللقب يتذكر هدف أبو تريكا اللي تسجل في مباراة 9 سبتمبر 2006 ويومها كان محمد عبدالوهاب عليه رحمة الله قد فارق الحياة وأبو تريكا يومها بكى لما سجل من ضربة حرة مباشرة وراح للمدرجات وصورة عبدالوهاب ظهرت وبالتأكيد ذكريات الأهلي مع الصفاقسي سعيدة وحزينة بالتأكيد لكن هي كانت سعيدة لأن فلافيو كان سجل الهدف الثاني في وقت اللي كان سجل هدف تقليص الفارق لأصفاقسي كان هو طارق للزياد حمدي مع الكرة أحمد حمدي يمر الكرة من أقصى الناحية اليسرى لازم حد من ندي الأهلي يفكر أنه هو يسدد من بره المنطقة في مساحات وأدي غالي هيا حلوة للسعيد وأدي كرة جميلة لكن تخبط وترجع مرة تانية فوسط الملعب بداية من جديد علي معلول يلعب الكل عند إسكال ده مصعب ساسي هو اللي مع الكرة بيحاول مصعب يضغط عليه كده حسام عشور ومصعب ساسي عايز يعدي لكن المراضي برابو بقى باسم علي هو اللي بيقطع الكرة الشريف حازم تدخل وصفارة وقطأ لصالح الأهلي بيحتسب حكم المباراة سلطان صالح اربعة وخمسين مدرب تولى تدريب النادي الأهلي فتح مبروك يعني تناوب على تدريب الأهلي خمس مرات ومنو الجزي تناوب على تدريب الأهلي ثلاث مرات ويعني أسامي كتيرة جدا مرت من أسماء كبيرة جدا بزغت وتألقت وصنعت اسم في المنطقة العربية عن طريق النادي الأهلي هولمان ودسوبل ومنو يعني منو صنع اسمه في المنطقة العربية في النادي الأهلي وصفارة موجودة خطأ ضربة حرة في وسط الملعب لمصلحة أحمد حمدي عجبني فيه ما شاء الله رزانته وهدوءه وده نتاك كطاع ناشئين في النادي الأهلي في وقت إن الأوقات كانت تطاع الناشئين في النادي الأهلي يعني لأيها كتيرة جدا بيتروح منه لكن أتحدى حد يطلع لنادي في الدور المصري مفوش لاعب من نادي الأهلي أتحدى أتحدى في كل الأندية اللي موجودة في الدور المصري لاعب من ناشئين النادي الأهلي أو لاعب في النادي الأهلي أتحدى مستحيل كله كله مر على النادي الأهلي واسكيال مع الكورة يعد كويس من وسط الملعب يرجع المراد قدي تمريرة وكرة موجودة في وسط الملعب عند كريم العواضي اللي بيقدي دور لعب وسط الملعب المحور بشكل ممتاز وضاغط على عشور وقادي بداية من اقصى الناحية اليسرى محاولة من تاني قدل عرضية من سليم لمحجبي لكنها في وسط الملعب عند عشور مع الكرة عشور محتاج الاهل يصرع اللعب هنا استلامة من عمر جمال واحد يقول لي مين اللي كان في الاهل في وسط الملعب يصرع اللعب اقول له اللي ما تفرقش على بدر رجب اللي ما تفرجش على بدر رجب اللي كان عنده قدرة انه هو يسرع اللعب ونفس الكلام برضو بالنسبة لولي صلاح الدين اللي بباس كده كان ممكن مش وديك انت والجول يوديك انت والشبكة واللي ولا الشبكة والجمهور رجعت من تاني علاء ميهوب نفس الكلام برضو وصفت عبد الحليم وأجيال مرت وأجيال تعقبت على النادي الأهلي مختار مختار محمد عامر وأسماء كتيرة جدا رجعت من تاني تمرير أمامية لكن تقطع غالي يضغط لكن من قدام وتتاخد مرة تانية عشور ينقل اللعب لأقصى الناحية اليسرى بدأ اللعب الأهلي كده يتحفز بالنسبة لجماهير الصفاقسي في الوقت الحالي وإلى تماثل جماهير مين؟ لقبت الصفاقسي معلش ضعت مني دي عبدالله سعيد يلعب الكرة على الأرض عند عمر جمال مع الكرة عمر جمال يبدأ من الشمال عند صبر رحيل اللعب بالعرض من اللي مكمل محدش مكمل هي أقرب عند رامل جريدي حارس مرمى الصفاقسي يمسكها بتبات تبتدى الهجمة مرة تانية من اليمين وحاولها بتركع تمرير أمامية وقادر أقصية من وسط الملعب من شريف حازم ولكن صفارة من حكم المباراة وخطأ لصالح نادي الرياضي الصفاقسي خسي بيزيرو 55 سنة اللي كان بدأ التدريب عام 92 معناه دي يونياو سانتاريم وآخر محطة ليه كانت نادي سبورتينج براجا في البرتغال وكان درب النادي الوحدة الإماراتي وكان رحل مع النادي الوحدة الإماراتي والنادي الوحدة الإماراتي كان في المركز الثالث درب الهلال ودرب المنتخب السعودي كرة بتتلاقب وأدي استلامة من تاني ومحاولة كانت موجودة عن طريق سليم لمحاجبي لكنها ترجع كريم العواضي نازلت الكرة عند غالب لمسة حلوة عند حسام عشور يمر الكرة عند احمد حمدي بدأ يتحرك وبدأ ياخد مساحة يلعب عند عمر جمال اللي بينزل استلم كتير عمر جمال مع الكرة عايز يعدي عمر ولكنها صفارة وخطأ لمصلحة نادي الاهل تتلاقب من الشمال محاولة عند مؤمن زكري قادل اعادة وقادل خطأ في اللقطة اللي فاتت تمرين فوسط الملعب لمؤمن من جديد وفد اعلامي متميز حاضر مع النادي الاهلي على رأسهم طبعا الاستاذ جمال جبر مدير المركز الاعلامي في النادي الاهلي اللي بنقول له حمد الله على السلامة وقادم احاولة من تاني تمرين على الارض جميلة عبدالله السعيد مع الكرة السعيد العب حلوة المؤمن اللي بيمرر من تاني لاستعيد يا راجل يا راجل مش معقولة الفرصة اللي فاتت لكن تيكي تاكا اهلوية في اللقطة اللي فاتت لمسوا لعبة حلوة في اللقطة اللي فاتت وما كانش حد عايز يتمع لكن رامي الاجرائيدي لأهبيني يا اسرع وقادم احاولة علي معلول خطيرة خطيرة ممكن التاني ممكن التاني ولكن برافو بقا برافو في اللقطة اللي فاتت برافو صبر رحيل في اللقطة اللي فاتت اللي ضرب اسبرينت عجب اسبرينت عجب في اللقطة اللي فاتت من صبر رحيل لكن شوف تحرك علي معلول من الاول وكرة علي معلول في ظل ضغط من صبر رحيل في اللقطة اللي فاتت والجماهير الاهلوية يتقول العب يا اهلي وقادة اعادة الكورة قادة مؤمن لعبدالله والتسديد science لكن هنا بقى رامل جريدي اللي كانت صدلها ادل 1 وادل 2 وادل 3 لكن في قدم رامل جريدي وادل جانب من الجماهير الاهلوية الحاضرة في ارضية الملعب جمهور التالتة شمال وادل محاولة ولكن صفارة موجودة وخطأ وضرب حر لصالح الاهل في الوقت الحالي ضرب حر لصالح الاهل والخطأ موجود على كريم العواضي بعد محاولة كانت حر لصالح الاهل والخطأ موجود على كريم العواضي بعد محاولة كانت موجودة من باسم علي في اللقطة اللي فاتت ونشوف الاهلي يعني النهاردة رامي ربيعة مش موجود احمد حجازي مش موجود ويعني في انتظار يعني مفجأة للنادي الاهلي في يناير مفجأة والله اعلم حدش تسألني لكن ترجع الكرة مرة تانية في وسط الملعب عند مؤمن زكريا اللي بيمرر الكرة عنده حسام عشور وان بكيتا هيضرب الاهلي وكان معروض على الاهلي وفي الاخر بكيتا ضرب الزمالك شمحاتش يقولك ايه بتتكلم واده محاولة تانية حلوة صبري من الشمال بيحاول صبر رحيل يلعب الكروس بالارض حلوة المرادة واده محاولة كانها يغلط كانها يغلط لكن تردم القائم واضيع فرصة كانتها تبقى ايه كانتها تبقى مشكلة هو القائم بالقائم القائم بالقائم ولمسة يد في اللقطة اللي فاتت لكن حكم المباراة بيقول العبد حكم المباراة بيقول العبد ادي الاعادة واده الكرة اللي تلعبت بالعرض واده هنا لامست يد لامست يد لكن خلاص حكم المباراة مشيء هيا للاعادة واده لامست يد يعني لمسة يد في اللقطة اللي فاتت على حمزة حدا لا ما فياش لمسة يد هتراجع عن كلمتي ما فياش لمسة يد نردي كل واحد حقه احسن واحد يقولك يعني ايه تحامل بالعكس مصر وتونس اشقاء رجأ في وسط الملعب من جديد حسام غالي يتدخل ويقطع الكورة عند احمد حمدي اللي بمرة تيجي عند غالي بدور على بينية غالي يلعب البينية حلوة عند عمر جمال عمر جمال يقف على الكورة يحتاج يصرق اللعبة شوية عمر رجعت لغالي اللي عايز يعدي لكنها بتطقتها وصلت عند علي المعلوم يلعب الكورة عند اسكيال ممكن يمر للنحة التانية مصعب ساسي فاضي ويفتح لهوا لنحة شمال علي معلول قادي هنا الخطورة وقادي المحاولة من الصفاقسي عرضية ولكن برابو شريف اكرامي برابو الوحش في اللعطة اللي فاتت شريف اكرامي وصرخة اهدت السوبر الى الاهلي في مباراة الاهلي والزمال في السوبر رجعت من حسام غالي عند السعيد اللي يلعب كورة امامية وقادي الاستلامة مؤمن بيحاول مؤمن يقف عليها من تاني مؤمن مؤمن يرجع من الشمال عند صبر رحيل صبر رحيل بيحاول وقادي العرضية من صبر رحيل وقادي هنا بقى يطلع حارس المرمى الجريديرامي ترد من تاني في لينين لاعب من الصفاقسي واقع على ارضية الملعب لكن لما العجبة كان خطيرة قام لاعب شمال افريقيا سبحان الله وقادي محاولة من تاني يعد احمد حمدي ويسدد بأيده والى خارج ارضية الملعب والى ضربة مرمى طبعا يعني كان لازم الكرة تخرج من اجل علاج لعب الصفاقسي لكن هو يعني في وقت الهجمة اللي جات كان قام ولا كان فيه اي حاجة لما الكرة تقطعت رجع مسك رجله تاني دي بيتعال فيها ايه تحيل حاجة كده معينة بالنسبة للناس اللي بيتكلموا فيها لكن نتكلم على فترة رؤساء الاندية في النادي الاهلي سبعتاشر رئيس للنادي الاهلي بداية من الرئيس اول رئيس تولى رئاسة النادي الاهلي وهو ميشيل انس او ميشيل انس اللي كان تولى رئاسة النادي الاهلي مرورا باسماء عظيمة مرت على النادي الاهلي عليه رحمة الله الكابتن عبد صالح الوحش الفريق عبد المحسن مرتجي الكابتن صالح سليم عليه رحمة الله وهو الكابتن حسن حمدي اللي فترته بالتأكيد وبالأرقام وبالبطولات هي أزهى عصور النادي الأهلي كابتن حسن حمدي اللي بالتأكيد يعني دائما وأبدا ما كان يعمل من أجل النادي الأهلي ولكن الكابتن صالح سليم المعلم والقائد والأستاذ اللي بالتأكيد رسخ مبادئ وأهدى يعني عبر وقصص بالتأكيد تروى وتحكى في صالح سليم وحاولها من تاني في وسط الملعب من إزكيال لكنها ترجع من جديد بداية موجودة عند عبدالله السعيد وصولا طبعا بالمهندس محمود طاهر رئيس النادي الأهلي الحالي وأدي بيناه من عبدالله السعيد مش لحد خالص مع دخلنا في الديئة 31 والنتيجة واحد الصفاقسي لا شيء الأهلي جانب من الجماهير التنسية الحاضرة في على فكرة فيه شوية مندسين كده بالمناسبة يعني في بعض الناس يعني من الجماهير المصرية لدخلين يشكوهم عن الجاميرية التنسية أيا كان لكن دي معلومة أكيدة يعني مش مشكلة يعني حضوره مع الصفاقسي في التشجيع في مباراة النهاردة لا هيزيد ولا هيقلة هيبقى يعني الأهل بجمهوره اللي حاضره وبجمهوره المتواجد وفي حلقة العنقاء في عين على الأهل وتحية طبعا لفريق عمل عين على الأهل بداية من الدكتور عمر عبيد وابو ساجد هشام الفئي ومحمد عمر والحديث الذي لا يمل عن الجماهير النادي الأهلي وعن اخلاص جماهير النادي الأهلي الجماهير اللي خلدت شهدائها والجماهير اللي في كل مكان عودت الجمهور وعودت النادي وعودت الإدارة إن هي تبقى متواجدة وبالتأكيد بيقدموا درس درس رائع في التشجيع وفي الحضورة وبإذن الله في الأيام القادمة تنطبق مقولة الكرة للجماهير ونشوف الجماهير المصرية حاضرة في أرضية الملعب رجعت من تاني وحاولها من جديد أدي فوصة الملعب لكنها بتطقطع وبترجع مرة من تاني تمرير على الأرض بداية من الشمال عن طريق محمد نجيب اللي بلعب الكرة عند صبر رحيل حسبتك صبري معلش نعاسف نرجع نقول بسم الله ما شاء الله أدي بداية من يمين من تاني وأدي كرة كان ممكن يحاول فيها الصفاقسي عن طريق اللي كان ضغط فيها زيادة الدربالي لكنها إلى رمي التماس تلاتة وتلاتين دقيقة والنتيجة لم تتغير من أول اللي دقيقة التالتة وخسيب زيرو اللي واقف هنا هو على دكة البدلاء ورجعت مرة تانية الكرة في المنطقة الدفاعية كوبري برضو تاني جمهير مصرية حبه الكباري قوي يموتوا في الكباري وقادي الكرة العالية ولكنها لخارج أرضية الملعب وإلى رمي التماس وبنسبة يعني اللي بيتكلم على الكباري وفي بعض الناس بيقولك الكابتن حسام كباري والكلام ده هو حسام غالي إدى كوبري لجوارديولا حسام غالي إدى كوبري لجوارديولا يعني مش أبالك بس أنا أعتقد أن بعد المطش يفيد الجوارديولا يدور على الكرة لحد مروح أحد يقول لي دمك مش خفيفة أقول لي مش مشكلة بس يعني صراحة لازم نتكلم لأنه والله لو هي بالكبار يعني فيه أندية وفيه لعبة يعني يحسب لها إنجازات يعني لكن خلينا نرجع للمباراة مرة تانية في وسط الملعب بداية من ناحية الشمال هذه الكرة اللي موجودة عن طريق سليم لمحجبي لكن باسم علي بيدغط فيها الأهل بيلعب النهاردة بطريقة أربعة أربعة واحد واحد أحمد حمدي هو اللي بيلعب تحت رأس الحربة ورأس الحربة النهاردة هو عمر جمال وعمر جمال في اللقطة اللي فاتت فيه خطأ وضربة حرة لمصلحة النادي الأهل بتتقليب ساعات طبعا الأربعة واحد أربعة واحد لكن بزيرو يعني فيه أغلب المباراة اللي كان بيلعب بحب بيلعب بلعبة وسط ملعب كتير دي من الحاجات اللي بيتميز بها بزيرو أو من طرق اللقب اللي بعروف عن بزيرو وحاولا من تاني عند غالي يلعب البيانية حلوة 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 انفراد انفراد والتعادل والتعادل وحده بوحده وحده بوحده واحده بوحده الاهل يسجل في نفسه والصفاقس يسجل في نفسه والبادئ هو الاهل ورجعت المباراة برة كم نقطه beta واعثم غالي اللي لعب تمرينة بيانية تتدرس تتدرس التمرينة البيانية وهنا قدامنا رامل جريدي بالتأكيد صعب عليه في اللقطة اللي فاتت ارضية من مؤمن جد في قدم لاعب السطاقسي التعادل ادي غالي يا ولد يا ولد يا غالي وهو واقع بين دبينيات وهنا بقى هدف الكبري شوفنا احنا نتكلم عن كباري وادي هنا هدف الكبري والكرة جد من تحت قدم سليم بن جميع سليم بن جميع كبري من تحته عشان يبقى كبري التعادل للاهلي ادي هنا غالي اقول ايه يعني اقول ايه على حسام غالي ما شاء الله وهادي هنا سليم لجميع ولا احلى كعب ولا احلى كعب في اللقطة اللي فاتت لكن من سليم لجميع وقدامنا هنا بقى مؤمن زكريا اللي بيساهم في هدف التعادل للنادي الاهلي عشان تبقى النتيجة واحد الاهلي واحد الصفاقسي رجعت مرة تانية وحاول فيه وسط الملعب ولكن هنا صفارة موجودة وخطأ وضربة حرة لمصلحة النادي الصفاقسي عند محمد علي منصر هو اللي واقف محمد علي منصر هو اللي واقف على التنفيذ لكن سايبه طبعا ليزميله لا لا هو محمد علي منصر هو اللي واقف على الكورة محمد علي منصر اللاعب التونسي الدولي اللي يعتبر خريك نادي للرياضي اللاعب التونسي الدولي اللي يعتبر خريك نادي للرياضي الصفاقسي السي اس اس علي الكورة فيه اقتورها اувقائمة تاني محدش مكمل وهنا ضغطوا ولكن مرابو سامغالي من جوه منطقة الجساء بطلع الكورة محاولة عمل مرتدة لكن غالي يعد كويس حلوة عند عشور اللي يرجع مرة تانية في منطقة وسط الملعب عند محمد نجيد حسام عشور تستفاح طبعا وهو لاعب في المراحل السنية المختلفة في النادي الالي في قطاع الناشئين اخ واب لاخوانه اللي كان فقد والده وهو في سن صغير جدا ولكن حسام غالي اصبح بالتأكيد وبالتحديد او حسام عشور اصبح بالتأكيد هو من العلامات الفارقة في عالم كرة القدم في النادي الاهلي كان الجمهور الاهلي زمان يقول لك أسام عربي لما يعتزل هنعمل ايه الى ان حضر حسام عشور سبحان الله أسام عربي اللي يمكن في تاريخه كل أسام عربي يعني لعب خلوق ولاعب أثر بشكل كبير جدا أسام عربي اللي لما راحل من النادي الاهلي النادي الاهلي فضل يبحث عن ضلته في منتصف الملعب الى ان حضر حسام عشور وصفارة موجودة وخطأ وفي الوقت الحالي شهاب الليلي هو اللي واقف في حوار مع الزميل العزيز محمد عباس قبل المباراة قال انا جاي وعارف مين هو النادي الاهلي وقال بالتأكيد في صفاقس يعني النادي الاهلي اسمه بس لما بيتقال كده واحد يقول لك طيب ايه اشهر حاجة برضو ما بين الاهلي والصفاقسي لما بتيجي اسم ابو تريكا في الصفاقسي يقول لك ابو تريكا اللي منيمهم من العصر وهو ده بقى اللي نايم الصفاقسي من العصر ابو تريكا كرة بتكتائب عالية محاولة امامية وهنا بقى محمد نجيب بيضغط لكن يسبق من قبله اسكيال ترجع مرة تانية عند باسم علي لدي الاهلي محتاج ترميمات في الخط الدفاعي طبعا في انتظار عودة رامي ربيعة وعودة تاج ترميمات في الخط الدفاعي طبعا في انتظار عودة رامي ربيعة وعودة احمد حجازي وقادي تمريرات حلوة وانتوا جميلة في وسط الملعب بداية من عبدالله السعيد فتح له باسم علي لقابة حلوة عند باسم باسم بيضور على تمريرة يلعبها حلوة عند عمر جمال كعب رجلة احلى قادي هنا ست لمسات حلوة وقادي عبدالله السعيد يغيرها حلوة السبعة من ناحية الشمال لو تكمل بهدف يبقى هدف رائع وحاولة من تاني يحاول يعدي حمدي حلوة وقادي الكورة صبر رحيل ممكن يلعب له مرة عند غال يلعبها بالعرض وهنا بقى المراد الدفاع لكن بص شوف الاهل بيعمل ايه في اللقطة اللي فاتت تمن تمريرات والتسعب العرض والعشرة يضغف فيها سليم بن جميع ويطلع الكورة الى ضربة ركنية لمصلحة النادي الاهل الاهل ضاغت لحد دلوقتي مع وصلنا للدقيقة 38 من عمر واحدات المباراة والتعادل ايجابي واحد واحد محمد نجيب بالخطأ في مرمى والتعادل برضو بالخطأ من جانب سليم بن جميع الاهل ركنية عالية والمراد يطلع بقى رامل جريدي حارس المرض يلعب عند اسكيل في وسط الملعب بداية عند محمد علي منصر اللي يحضر عند علي معلول اللي بيلعب لمحمد علي منصر ولكن برافو بقى صبر رحيل بيقطع يمرر مرة تانية عند عبدالله السعيد غالي بيحاول لعبدالله السعيد من تاني بينيها حلوة ولكن برافو زياد الدربالي اللي بيقرى الكورة وبيقطعها من جديد ترجع من تاني في منتصف الملعب محاولة عند كريم لعوض يمرر عند سليم لمحجبي اللي عايز يعد سليم لمحجبي يمررها على الارض وقادي هنا الضغط من تاني حلوة تمريرة لكنها معيدة عن حسام عشو رحمد حمدي محتاج وقت عشان يدخل كده وياخد ثقة اكتر لكن ما شاء الله من لمسته للكورة ومن تحركاته مشروع لاعب كبير ما شاء الله رجعت من تاني الكورة في وسط الملعب قادل محاولة وهنا بقى التدخل وقادل كورة اللي بترجع من جديد عليا محاولة امامية اسكيال اندواصال لكن شريف حازم وهنا بقى فيها صفارة موجودة وتسلل كان على الاتشادي اسكيال من ابرز اللعيب الافرقى اللي كانوا لعبوا في الصفاقسي بالمناسبة كان جو تيكس فرينبونك اللي كان سجل هدف فيه القاهرة في مباراة واحد واحد قبل الاياب وهدف ابو تريكا الشهير نفس الكلام برضو بالنسبة لنابي سوماء من الاسامي اللي كانت قدمت اداء متميز جدا مع النادي الصفاقسي وحالين اسكيال اسماء كتير جدا بابا بابا برضو واحد من الاسامي اللي كانت تقبت مع النادي الصفاقسي ولكن طبعا على مستوى اللاعب الدوليين التونسيين فبالتأكيد الجماهير المصرية والجماهير العربية لا تنسى بوجة عنيس بوجلبان رجعت وحاولة من اليمين من تاني مرور ناجح وكرة موجودة عند علي معلول العبناء حلو عند اسكيال هنا بقى الخطورة وقاد الكرة من جديد وحاولة يعد كويس اسكيال برافو عايز يعدي وهنا بقى التدخل وقاد برافو بقى اللي مكمل معاه كان هو باسم علي ويطلع الكرة ولا ده نجيب نجيب اللي كان مكمل معاه والكرة الى ضربة روكنية اسكيال طبعا اول مرة الجماهير المصرية تعرفه في مباراة الزمالك والافريق اللي كانت تتلعبت في تونس وبعد كده ترجعت تتلعبت في القيارة في سنة القيارة وموقع الجنبية وروكنية تتلعب لمصلحة الصفاقسي في الوقت الحالي انا بقولوا واقع عشان ما تشقول لي حاجة وادة الركنية تتلعب في الوقت الحالي لمصلحة الصفاقسي اللي بيحاول انه هو يختفى فدف تاني واربعين دقيقة لكل مشاهدين ومتابعين عبر النهار الرياضة تعادل ايجابي واحد واحد ما بين الصفاقسي والنادي الاهلي ركنية بتتلعب علي المراد وادة رأسية لكنها ركنية تاني لصالح الصفاقسي بتعمل خطورة الركنيات على الاهلي بتعمل خطورة هنشوف الركنية مرة تانية اللي بتتلعب قصيارة من علي معلول يمرر الكرة عند مصعب ساسي وادة الركنية بتتلعب من تاني وادة هنا بقى برافو الشيط اكرامي اللي بيطلع يمسك الكرة بتبات اكرامي يلعب كرة طويلة عبدالله السعيد اللي بيحاول براسه لكنها تنزل في منطقة وسط الملعب اللي بتتلعب وتتقطع كويس من عمري جمال عند السعيد على شماله موجود احمد حمدي يلعب الكرة عند حمدي لكن ما فيش اي حد خالص في منطقة الجزاء اللي حصاب غالي عدى كويس برافو يورد لغالي غالي يمرر حلو العمري جمال يلعب عند مؤمن رجعت لحسام عشوري يا سلام نقلت لقب في اليمين لكن لو كانت كمنت بتزديدة باسم عدي علي عدى هرب باسم علي وسفارة موجودة وفيها ايه ضربة حرة مباشرة ولا ركلة جزاء هنشوف ايه الكرة فيها ضربة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء ليه مصلحة النادي الاهلي لكن جملة جملة حلوة تلعبت من النادي الاهلي بص من قابليها لكن اهيلا الاعادة وقادي هنا باسم علي ما شاء الله والدفع اللي كانت موجودة من سليم لمحجم يرد عليك يا سلام باسم علي تلعي شوية حقونه صورة خراشة اهو يرد عليك باسم علي في اللقطة اللي فاتت وباسم علي عدى كويس فيه اللقطة اللي فاتت ما شاء الله ولسان حال جمهور الاهلي ياريت الوديات تكمل زي الرسميات وهنشوف الضربة الحرة اللي بتتلاقي بالوقتي برا المنطقة وقادي لمسة حلوة من مؤمن زكريا يرجع ياخدها تاني يمر مؤمن زكريا يمر على الارض صبر رحيل يعدل على شماله فيه اخطورة لو سدد لو سدد يسدد ولكن تخبط ترجع من تاني عند غالي الكابتان وارضية ولكن رامل جريدي يطلع يمسك الكورة بالثبات تتلات هجم أمامية ومحاولة عند مصعب ساسي ولد علي معلول مصعب ساسي فتح له على الشمال ولكن يضغط عليه كويس بس ترجع من يمين محاولة في وسط الملعب عند كريم العواضي اللي بمرر عند علي معلول من تاني من جديد علي معلول عايز يمرر ومحاولة للتمرير عند ايس كيال لكن رجع لائبة النادي الاهلي ضغطه من تاني وخطأ على مؤمن زكريا والكورة لمصلحة نادي الرياضي لسفاقسي الخطأ لصالح حمزة حدا اللي كان بدأ مع النادي الترجع محاولة عندها مصعب ساسي بدأ يرجع يظهر مرة يلعب بالعرض وقادي محاولة لكن شريف حازم وغالي يطلع الكورة عند عشور بشتة عشور نزلت احمد حمدي يوقف في كورة كويس احمد حمدي كعب رجل حلو عند مؤمن زكريا مرتدة سريعة لصالح الاهلي مؤمن يلعب عند عبدالله السعيد قادل انطلاقة وقادل مرتدة سريعة جدا بداية من ناحية الشمال ولكن برافو بعد تاكلينج والتدخل في الوقت المناسب من كريم العواضي اللي بتلعها ولا ده هو ماهر لحناشي وحاولة من الشمال رجعت الكورة من صبر رحيل اربعة واربئين دقيقة من عمره واحداث شوط اللقاء الاول واحد الصفاقسي واحد الاهلي ترجع من اليمين محاولة على الارض حسام غالي يمرر الكورة حلوة لما جودها من صبري لعبدالله السعيد لعشور يا سلام حلوة حلوة وقادل الكورة لو تكمل لو تكمل لغالي يفوت للسعيد لغالي اللي بيسدد ولكن دفاع الصفاقسي ما شاء الله ما شاء الله الاهلي في مباراة النهاردة ملع لعب ما شاء الله لمسات ولعب وتاكتك واضح في ارض الملعب ولكن لسلت مصمم بان الاهلي لو اهتم بالجانب الدفاع هنشوف كرة قدم حقيقية وعادة تزديدة لكن استددت في دفاع الصفاقسي وطلعت الى ضربة ركنية خلاص شوط اللقاء الاول بيلفظ انفاسه الاخيرة وهذا الركنية تتلعب في الوقت الحالي ركنية تتلعب عالية على القائم الثاني فيها محاولة لكنها لخارج ارضية الملعب بلونة كده من عبدالله السعيد والى خارج ارضية الملعب والى ضربة مرمى لمصلحة السي اس اس هدي قدامنا مؤمن وقدامنا احمد حمدي والاهلي عنده على دكة البدلاء تمال لعيبة بالزبط ممكن يشوف صالح جمعة في شوط اللقاء التاني ودقيقة وحيدة بيشير اليها كابتننا الحكم الرابع الكابتن ابراهيم سلطان من عمر واحداث شوط اللقاء الاول في لقاء الاهلي والصفاقسي وضربة مرمى عند رامي الجريدي هو اللي جاي يلعب ضربة المرمى رامي يلعبها علي وحاوله عند اسكيال لكن يسبق قبل الشيف حازم وما يلمسهاش عشان تنزل في وسط الملعب وحاوله من تاني كانت عن طريق محمد علي منصر لكن ما فيش اي حد خالص اقرب في المنطقة الدفاعية عند الحارس رامي الجريدي رامي واخد الكرة وخلاص ثواني متبقية على انتهاء احداث شوط اللقاء الاول الاهلي نجح في شوط اللقاء الاول في ان هو يعمل ضغط كويس والصفاقسي نجح ان هو يروح باكتر من كرة على مرمى النادي الاهلي وبالتأكيد كلها تجارب للاستفادة سواء من جانب خسيب زيرو او من جانب شهاب الليلي وصلت عند مصعب ساسي مكمن الخطورة الاول وابرز لاعب في الصفاقسي في شوط اللقاء الاول رجعت من باسم علي اللي بلعب كرة طويلة غالب يستلم فيها دفعة ولكن صفارة وخطأ ضربة حرة في اللقطة اللي فاتت على المدافع السليم بن جميع ولكن هنا في النهاية صافرت انتهاء شوط اللقاء الاول من حكم المباراة الكابتن سلطان محمد صالح تعادوا الاجابة ما بين الاهلي والصفاقسي نجيب بالخطأ في مرمى للنادي الصفاقسي وسليم بن جميع بالخطأ في مرمى للنادي الاهلي استراحة قصيرة وهنعود بعد ذلك لأحداث شوط اللقاء التاني هذه تحياتي بيلال أحمد علام أما الكلمة الآن في الستوديو التحليلي في دبي مع الكابتن كريم حسن شحاتة الكابتن وليد صلاح الدين والكابتن علاء ميهوب مع تحية لستوديو القاهرة الكابتن أشرف ممدوح والكابتن محمد بودا تقبلوا تحياتي وفواصل إعلانية واحد واحد انتهى الشوط الأول بين الأهلي والصفاقسي التونسي شوط أعتقد فيه كرة كويسة فرص من الفريقين للصفاقسي بدأ بشكل جيد وبعدين قدر النادي الأهلي يرجع للمباراة والطريف إن الهدفين ذاتين يعني النادي الأهلي محمد نجيب أحرز هدف في مرمى ومدافع كمان نادي الصفاقسي التونسي كرة خبطت في رجله وكان الهدف التعادل بالنسبة للنادي نشوف كده الأهداف مع بعض ده الهدف الأول لنادي الصفاقسي التونسي كرة لعبت بالعرض محمد نجيب كرة قلشت من رجله خبطت فيه القائم ودخل المرمى هدف التعادل للنادي الأهلي مؤمن زكريا عملها بالعرض بشكل كويس جدا خبطت فيه مدافع الصفاقسي وغيرت اتجاهها داخل المرمى لكن شوط جيد نقدر نقول شوط جيد ما بين الفريقين في كرة في فرص من نادي الأهلي بدأ يلعب كرة بشكل كويس جدا بعد النص الأول من الشوط الأول لكن نروح دايما للكابتن علاء ما يهوبوا الكابتن وليد صلاح الدين ونعرف رأيهم في الشوط الأول وفي أداء النادي الأهلي النهاردة كابتن وليد أولاً شوط حلو شوط كورته حلوة من الفريقين جيم مفتوح ساعد على كده الهدف الأول اللي أحرازه في مرمى محمد نجيب ففتح الجيم كويس أوي بشكل كبير أوي لكن بس عايزين نزلط التشكيلة كابتن كريم لأن طلع فريق الصفاقسي بيلعب بسليم محجبي هو اللي باك ليفت رقم 2 ومودي مارح الناشي هو اللي باك رايد واستردباكين سليم بن جميع رقم 4 وزيادة دربالي رقم 21 وحطت في نص الملعب حمزة حدة لعيب كويس أوي الدفندر وجنبه كريم العواضي وبيلعب علي معلول النجم اللي هو اللي احنا متعودين لأنه بيلعب كباك ليفت بيلعب ناحية الليمين قدام مارح الناشي كواحد تحت الفيروت بيلعب وربعة اثنين تلاتة واحد علي معلول ومحمد علي منصر رقم 12 ومصعب ساسي رقم 13 اللي بيلعب ناحية الشمال متطرف والتنتة دول تحت إيزي كال المهاجم الوحيد ده زبط تشكيل الصفاقسي الناحية التانية مستر بسيرو بيعمل حاجة أنا شايفها مش صح هي فكرة هو عايز يزود الجاري شوية في نص الملع فمخلي أحمد حمدي هو اللي جنبه وصم عشوه ومودي حسام غالي على قدام حسام غالي وعبدالله السعيد ومؤمن هم التلاتة اللي بيتحركوا بعرض الملع عبدالله السعيد في النص وبيتحرك حسام غالي ومؤمن زكريا عكس بعض ودي أنا شايفها فقدة حسام غالي كتير جدا من المستوى بتاعه أول ما حسام غالي بيرجع مكانه لأن غزب عنه بلغة الكرة كده بيرجع لمكانه كدفندر أو في النص بيعمل كرات خطر جدا منها هدف النادي الآلي لمؤمن زكريا لما رجح حسام غالي وعمل وان تو معاه فدي نقطة ظبطة التشكيل طيب هنطلع فاصل سريع فاصل إعلاني سريع ونرجع تاني نكمل مع الكابتن علاء مايهوب ونشوف الأخطاء اللي كان فيها النادي الأهلي في الشوت الأول ونتكلم كمان على التوقع بالنسبة للشوت التاني إن شاء الله نرجع تاني ونروح للكابتن علاء مايهوب ونتكلم معاه شوية عن الشوت الأول كان فيه فرصة خطيرة جدا لنادي الصفاكسي التونسي انفراد تام من علي معلول لكن في آخر ثانية قدر صبر وحيلي حصل علي معلول وينقذ هدف مؤكد لنادي الصفاكسي التونسي كتنتيجة ساعتها 1 صف ولكن النادي الأهلي لعب كرة سهلة في النص الثاني من الشوت الأول فعايز عرف رأيك كابتن في تغيير بعض مراكز لعبت النادي الأهلي زي النهاردة حسام غالي حسام غالي بيلعب على قدام شوية جنب عمر جمال ومنزل أحمد حمدي زي ما قال كابتن وليد بيلعب جنب حسام عشور كهوف ديفندر إن طبعا نسبة الجاري بالنسبة لأحمد حمدي هتبقى أكتر شوية من حسام لكن حسام خبرته أعلى في الحتة دي بص يا كريم أنا كامل أول عن فرصة اللي ضعرت من العالم علول ودي برضو اللي انا كاملنا بداية الاستوديو قلنا حتة الجال عكسية أو الارتداد لصابري هي وهم يعني لو هو أخذ بصة كرامة أخر قوي دم فراد تام وجوء هدف 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 لكن هي برضو لسه يعاب على الفنسي النادي الأهلي حتة أخطاء العكسية وحتة الرجوع بسرعة دائما الهجمات المرتدة على لعبة النادي الأهلي بتشكل خطورة يعني آه الصفاقصي مش الفريق المرعب ده من وجهة نظري لكن الهجمات المرتدة يا كريم بتبقى فيها مشكلة هنا طبعا هدف بتشوف ده حتى كنت بتكلم وليد بالفرقة جانبا أقول له وكانش الشريف لازم يعمل التاكلينج ده يعني يا لازم يجري معاي حلق عليه يفل بس انت بتعمل التاكلينج ده إما تاخد الكورة إما أنت بيحت نفسك بلغة الكورة فأنت بيحت نفسك لكن اللي أنا عايزة أقوله إن بداية التشكيل يعني أحنا دي بفرقة حتى جانب بعض فزبط من أول دقيقة كده بقول له وليد حسان بيلعب آآ بيلعب آآ ما بيلعبش نص الملحة حسان غالي ويسايب آآ أحمد حمدي وحسان عشور نص الملحة ووجهة نظر يعني هو بيحسبها بطريقة إنه الجاري 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 وليل وحسان ممكن في الحتة الأخيرة ممكن يبقى آآ آآ قطر باس كويس حتى الهدف لكنها ممكن تنظر إلا أنت بتفقد لعبك كله يا كريم من نص الملعبك أنت مستك وحلونة الكورة تتكلم عليها في حوالي خمسة وعاشين ديئة في اللهاية تشكت الأول لما حسان بدأ ينزل نص الملعب تاني يلعب لعب الوسار هو عبدالله همومن وحمد آآ حمدي وكل يعني كل الهجوم بتاع نادل الأهلي من ناحية الصبر رحيل مفيش كوروس أو أوفرت عمل من عند باسم وده لازم ينوع شوال هجمات آآ كفي ضعف شوية من ناحية البكرايب بتاع الصفاقسي لكن أنا بقول لازم يفي تنوع هجمات كل اللعب القصير والحلو الممتع لها متفرج عليه ده مؤمن أتلاقي عبدالله سعيدة لحسام غالي أتلاقي أحمد آآ حمدي لكن هي دي يا كريم بص يا كريم هو بدأ يخبص بص هو تأخر برضا هو علم معلوم الأول هده هي هدمة مرتدة في مساحة هو تأخر علم معلوم الأول يا كرار الأخي طبعا غلط جدا لكن أنا عايز أقوله أن حلوة أداء النادر لها لكله لما يلعب كرة السهلة وتحرك من غير كورة والتحرك فينا كريم في روس الملعب اللي هو قدام دارة السندرم بيبقى إحسام جب عبدالله جب فومن جب أحمد حمدي غير كده لا ما ينفعش اللعب يبقى تلاقي كله كور طويلة وكده تبقى تفقد كل النص اللعبك بالزبط أنا برضه لازم ناخده من الحاجات كل هجمات الخطر يا كريم اللي كلها من على الجناب اللي احنا كنا على بداية الاستوديو بصواء من عند باسم أو من عند صبر رحيل لازم يقف فيه حتة تأمين شوية حتة الجناب دي لأنها خطرتهم كلها حتة دي لكن الجنب اللي يميني لها مستغل كويس جدا من احد صفاقزي صبر يا عمل حالة غمية ممتازة حتى مؤمن لما يروح عبدالله هم عندهم ضعف شايف الأربعة اللي وراء طيب كابتن وليد سريعا سريعا توقعتك للشوت الثاني وشايف ان ما فيش حد بيسخم اللعبة النادي الأهلي مستر بسيرو شكله هيكمل بداية الشوت الثاني بنفس اللاعبين اللي بدأوا المباراة انا هتمنى ان ما يكونش فيه تغييرات كتير لأن المباراة جدية جدا وتجربة مفيدة للفريقين فأتمنى ان التغييرات تبقى في حدود الدوريات يعني ثلاث لعيبة أو خمس لعيبة بالكتير علشان مباراة حلوة ومباراة تجربة قوية جدا واتمنى ان مستر بسيرو يجيب حسام غيالي يرجعه جنب حسام عشور ويزوء أحمد حمدي هو اللي طيب توقعتك للشوت الثاني النادي الأهلي يكسب كابتن علاية لا النادي الأهلي يكسب طيب نروح لمعلقنا المميز بلال علامه ونتابع مع أحداث الشوت الثاني وكان فكرة الشوت الأول واحد واحد ما بين الأهلي والصفات شوت الأعزاء والأحباء إنما كنتم في كل مكان عبر شاشة النهار الرياضة وشوت اللقاء التاني اللي بيجمع ما بين الأهلي والصفاقسي وتغيير أول لمصلحة النادي الصفاقسي بخروج حمزة حدة ونزول ريمون في أولى تغييرات شهاب الليلي النادي الأهلي زيما هو في أرضية الملعب بنفس التشكيل اللي بدأ بيه المباراة ويمكن شوت اللقاء الأول انتهى بالتعادل الإيجابي واحد واحد نجيب بالخطأ في مرمى لصالح الصفاقسي وسليم بن جميع بالخطأ في مرمى لصالح النادي الأهلي على أمل شوت لقاء تاني متميز بإذن الله تعالى ما بين الفريقين الأهلي نجح في شوت اللقاء الأول إنه هو يلعب بخطة جديدة بالنسبة لي السيد خوزيبي زيرو وعلى الجانب الآخر بالنسبة لي النادي الصفاقسي في حضور محمد عمارة واحد من نجوم كرة القدم المصرية اللي بالتأكيد يعني ليه وجهة نظر بأن نادي الصفاقسي من أميز ما فيه في مباراة اليوم بأن الصفاقسي يلعب بالتشكيلة الأساسية وهو ما سيفيد النادي الأهلي في الأيام القادمة من تجارب ودية الصفاقسي متصدر الدوري والأهلي رابع الدوري الأهلي بعد ثلاث انتصارات وهزيمة واحدة مسجل أربع أهداف داخل مرمى هدف عنده من النقاط تسع نقاط وفي المركز السابق في دوري بيتصدر نادي الدخلية مع الكابتن علاء عبد العال لكن طبعا بالتأكيد في الوقت الحالي نادي الزمالك تعاقد مع السيد ماركوس باكيتا باكيتا اللي كان درب السعودية في مونديال 2006 وكان درب الغرافة القطري وكان درب الشباب العربي الإماراتي وكان درب أيضا المنتخب الليبي وكان هو المدير الفني للمنتخب البرنزيلي في مونديال 2003 هنا في الإمارات في جيل داني ألفج وهونوراتو إدرسن على موعد مع بداية أحداث شوط اللقاء الثاني بطاقم تحكيم الكابتن سلطان صالح محمد العبيت لمساعد أول حسن الحمادي مساعد ثاني والحكم الرابع هو الكابتن إبراهيم سلطان ويعني هنستعب لبداية أحداث شوط اللقاء الثاني رئيس مجلس إدارة نادي الشعب الإماراتي سعادة بطي بن خادم له كلمة يقول سعادة بطي بن خادم بأن النادي الأهلي المصري هو بوابة كرة القدم المصرية عند أهل الخليج ويضيف بكلمة أركز في الكلمة اللي جاي يديا قالك في أوقات كتيرة جدا نحاول أن نعلم لاعبين الالتزام من النادي الأهلي حقيقة في أوقات طبعا أن النادي الأهلي وفي فترات كتيرة جدا يعني الكل يقول خلاص الأهلي وقع الأهلي بدأ ينتهي ولكن لا يمرض ولا يموت النادي الأهلي ما شاء الله تبسيكوا الخشب وخطأ في اللقطة اللي فاتت الخطأ لمصلحة اللي كان بيحاول فيها محمد علي منصر بعد تدخل من محمد نجيب في اللقطة اللي فاتت عليه اتلعبت الكرة من ناحية المين عند ماهر لحناشي اللي بيمررها عند ريمون ريمون يلعب الكرة من تاني بينيه حلو وقادي انطلاقة ريمون ريمون يلعب العرضية وقادي محاولة استلامة في مساحة لكن برافو حسام عشور اللي بيطلع الكرة اللي فاتت في الوقت المناسب ترد من ناحية الشمال محاولة عن طريق سليم لمحجمي فوسط الملعب ريمون يرجع من تاني لكنها في المنطقة الدفاعية أقرب عند سليم بنجمية عايز يحضر مع زيادة دربالي النهاردة اللي بيلعب في قلب الدفاع ولقب قبل كده طبعا كتير ميزة خط الدفاع الصفاقسي بالمناسبة يا جماعة اللي اربعة المدافعين اللي بيلعبهم مع علي معلول بيجود اللاعب بالقدمين لاتنين يعني باك رايت شغال باك ليفت شغال من اي مكان شغال واللي يتذكر لاعب في النادي الاهلي لعب في كل المراكز مع النادي الاهلي يبقى ذكرته قوية جدا للي يتذكره اقوله لكم بس عايزكم تفكروا وتمخمخوا معايا شوية واحد في النادي الاهلي لقى في كل المراكز للي يتذكر ترجع المباراة تاني والكرة تاني لمصلحة النادي الاهلي بدايم المنطقة الدفاعية عن طريق محمد نجيب اللي مع الكرة محمد نجيب اللي بيلعب الكرة عند عمر جمال اللي بيستلم ترجع في وسط الملعب محمد بركات لكن ملعبش قلب دفاع محمد بركات محمد بركات لقى بظاهير ايمن لقى بظاهير ايسر لقى بوسط ملعب يميل لقى بوسط ملعب شمال لعب وسط ملعب لعب مهاجم لعب صنق ألعاب بركات كان ناقص بس بركات يلعب مساج ويلعب مع الحضري لكن في فترة الحضري كان هو محمد أبو سويلا محدش كان بياخد المرمى منه خالص إلى الرحل الحضري إلى سيون السويسلي وتماس لمصلحة الأهلي في الوقت الحاجي باسم علي هو اللي جاي يلعب رمية التماس وفي حوار كده كان مبين حكم المباراة ومبين ماهر لحناشي وقادي رمية التماس اللي بتتلعب لكن سليم نبحجبي هو اللي بتلعها إلى التماس ترجع في وسط الملعب مرور ناجح من أحمد حمد يا ولدي عد كويس ولكن هنا في تدخل والكرة إلى خارج أرضية الملعب وإلى التماس لمصلحة الأهل رجعت عند غالي الكابيتانو مع الكرة حسام غالي عد كويس غالي يلعب البينية لأقصى الناحية اليسرى بعيدة عن عبدالله السعيد وإلى ضربة مرمى لمصلحة النادي الرياضي الصفاقس هنشوف وهننتظر إيه اللي ممكن هيحصل ضربة مرمى تتلعب الكرة وصيارة لكل مشاهد النهار رياضة بالتأكيد بالتعاون مع شركة تيلي سير بالمنظمة المباراة وعلي معلول هرب علي معلول ممكن يلعب بينيه عند اسكيال يعدي علي معلول يمرر الكرة ريمون وبرافو يا شريف رجعت من ثاني عدي معلول عدي معلول وإكرامي إكرامي الوحش الشريف الإكرامي الله أكبر عليه في اللاتة اللي فات الرياضي الصفاقس هنشوف وهننتظر إيه اللي ممكن هيحصل ضربة مرمى تتلعب الكرة وصيارة لكل مشاهد من نهار الرياضة بالتأكيد بالتعاون مع شركة تيلي سير بالمنظمة المباراة وعلي معلول هرب علي معلول ممكن يلعب بينيه عند اسكيال يعدي علي معلول يمرر الكرة ريمون وبرافو يا شريف رجعت من ثاني عدي معلول عدي معلول وإكرامي إكرامي الوحش شريف إكرامي الله أكبر عليه في اللاتة اللي فاتت اللي بيتصدى للكرة اللي فاتت بامتياز من صاروخ من ريمون شوف العرضية وشوف ريمون واحدة حلوة أحلى منك يا شريف يا إكرامي ولكن المراتي عدي مرتدة للأهل محاولة من حسام غالي لكن هنا الكرة هي الإعادة لللقطة اللي فاتت وكرة ضاعت على نادي للصفاقسي بتألق وبامتياز من شريف إكرامي بعد محاولتين من علي معلول ومن ريمون الأهل يضيع فرصة في اللقطة اللي فاتت كرة كانت مشتركة ما بين زيادة دربالي وما بين حسام غالي علي معلول يعلي الكرة وعدي هنا محاولة بيستلمها ريمون كويس من وسط الملعب وعودة من تاني عند أحمد حمدي اللي بيعف على الكرة لكن يقطعها من قدامه كريم العواضي رجعت مرة تانية وردت وكرة ضاعت على نادي للصفاقسي بتألق وبامتياز من شريف إكرامي بعد محاولتين من علي معلول ومن ريمون الأهل يضيع فرصة في اللقطة اللي فاتت كرة كانت مشتركة ما بين زيادة دربالي وما بين حسام غالي علي معلول يعلي الكرة وقادي هنا محاولة بيستلمها ريمون كويس من وسط الملعب لكن استخلاص وعودة من تاني عند أحمد حمدي اللي بيعف على الكرة لكن يقطعها من قدامه كريم العواضي رجعت مرة تانية وردت محاولات من جديد وضغط موجود من جانب لعبي الصفاقسي وهنشوف هيلعبه ازاي على الأرض عبدالله السعيد وسلامات لعمر جمال اللي واقع اللي يعني ماسك قدمه كده في أرض الملعب قدامنا هون عمر جمال اللي هو التاني برضو خريق مدرسة الكرة في النادي الأهلي واحد من لعيبة المتميزين أجيالك كده جدا خرجت من النادي الأهلي زي ما قلت لحضراتكم وكرة رايمون مندي اسمه رايمون مندي مش ريمون معلش بدي يقول لي هم ريمون وهو اسمه رايمون مندي حسام غالي يلعب الكرة العالية عند عشور لكن تتقطع وتوصل عند عالي معلول السفقس في شوت اللقاء التاني شادت حيله وعادي كرة مصعب ساسي ولكن مرامو شريف إكرامي يمسكها بسورة وحاولة كانت من مصعب ساسي ويبدو أن الكرة فيها مشكلة يبدو أن الكرة فيها مشكلة ويطلعها شريف إكرامي يطلعها عند الجمهور بشتريف الجمهور يرجعها طلعت الكرة ويبدو أن الكرة من الجمهور الأهلوية الوفية الحاضرة في أرضية الملعب في ألمانيا في ميونيخ وبإمكانكم الذهاب هناك إلى أحد المطاعم القريب من مارينة بلدس المطعم اسمه مطعم النادي الأهلي لرجل تركي عايش في ألمانيا من خمسة وخمسين سنة وهو الراجل المكان الأهلي بعسكر في النمسا في فرق الكابتن ضياء السيد والكابتن عادل عبد الرحمن والكابتن عظيمة والكابتن فريد شوقي والكابتن محمد وهبة كان الراجل دوا دائما وأبدا هو الشيف الخاص بالنادي الأهلي الراجل اللي بيمتلك مطعم اسمه مطعم النادي الأهلي وحتى هذه اللحظة بإمكانكم بالقرب من مارينة بلدس أن تشاهد عشق النادي الأهلي عند الأوروبيين رجعت من تاني في اليمين باسم علي يمرن عند غالي جانب من الجمهور الأهلوية الموجودة السفاكس في شرط اللقاء التاني أخطر لحد دلوقتي وأدي علي معلول يحاول يسدد علي معلول لكن عشور من قدامه يقطع الكرة من وقع على أرضية الملعب ورجالة بقى يعني طلعوها بمبدأ الفيربلي طلعها يا حمد طلعها رجالة يعني مش مشكلة يعني ما بنلعبش ناقي كاس الأمم إحنا وسلامات للي وقع على أرضية الملعب علي معلول بقى أن التدخل كان مبينه وما بين حسام عشور في اللقطة إيه اللي فاتت وبنترقب وبنتظر إيه اللي ممكن يحصل فيه الأيام القادمة وسلامات وبالتأكيد يعني نتحدث طبعا في الفترة الحالية عن مجلس إدارة النادي الأهل الحالي ولنتكلم عن الحفل اللي أقيم لأنادي الأهلي ولجماهير النادي الأهلي الصبر الصبر على المهندس محمود طاهر بالتأكيد فترة صعبة إنك تقارن فترة جيل الكابتن حسن حمدي بالمهندس محمود طاهر في الوقت الحالي اللي بالتأكيد الرجل وقع عقد رعاية حصري متميز وللناس اللي كانوا بيقولوا بأن النادي الأهلي خلاص القيمة حتى في أسوأ حالات النادي الأهلي أكتر من تمن رعاة يتسبق من أجل الحصول على النادي الأهلي إلى أن نجح مجلس محمود طاهر صراحة وبكل حياد وانتوا عارفين مش أجامل حد وبكل حياد مجلس المهندس محمود طاهر في الوقت الحالي العقد اللي أبرم مع شركة صلة هو عقد متميز وانتظره في الأيام القادمة مفاجآت في مفاجأة منهم مع اليوفينتوس إمتى معرفش بس في مفاجأة مع اليوفينتوس إمتى معرفش وحاولها ترجع من جديد كانت تخطيط لها في يناير ولكن طبعا لضغط الدوري وكل حاجة يعني صعب وأيضا فيه يعني كانت محاولة دعوة لأحد النجوم السعوديين في مهرجان أتزاله أن يدعي النادي الأهلي ولكن لمصلحة النادي الأهلي في الوقت الحالي هتتلقى برمية التماس وهنشوف على الأرض عند حسام غالي كل الكلام اللي كان بيتقال من فترة كده أن حسام غالي كان على وشك الرحيل لكن حسام غالي أيام ما كان في توتينهام قبل الانتقال إلى النصر السعودي كان منه كل الأمور مع الحج محمد عبد الوهاب إلى أن عاد يا ولد يا مؤمن حلوة من مؤمن في اللقطة اللي فاتت لكن الكرة بترجع عند حارس المرمى طرد وقاد الكرة وصفارة وخطأ لمصلحة النادي الصفاكسي الرياضي خمسة وخمسين دقيقة عشر دائم من أحدى الشوط اللقاء التاني ولازال التعادل الإيجابي واحد واحد نجيب بالخطأ في مرمى وسليم بن جمية بالخطأ أيضا في مرمى يعني هدفين مش هنقول برنال صديقة ولا هنقول بالخطأ في المرمى هدفين المدفعين وراتوا فيهم فراغهم بس الحمد لله هو ماشي ماشي وشكرا رجعت من يمين من تاني على الأرض انطلاقة حفل النادي الأهلي كان ناجح حفل القرن وقادي محاولة من تاني قادي العرضية وقادي هنا الكورة اللي بتوصل سهلا عند شريف إكرام النادي الأهلي الأكثر تتويجا في العالم شاء من شاء وأبى من أبى بالرغم أن أنا متعصب لإيسي ميلان لكن دي حقيقة عالية محاولة عنده حسام غالي اللي بقول لكم ده مركزه أيام مكان مع مارتين يول في صفوف نادي توتنهام وكان شارك أيضا في كأس الانتحاد الأوروبي مع نادي توتنهام في مركز الجناح الأيمن وقادي محاولة ولكنها صفارة خطأ ضرب حرة لمصلحة النادي الأهلي رجعت الكورة عند نجيب في المنطقة الدفاعية من أحمد عبدالباقي لفتح مبروك لمحمود صالح لأسماء كتيرة جدا مرت على النادي الأهلي في المنطقة الدفاعية جمال السيد مشير حنفي عمر الحديدي وحسين شكري وأحمد عبدالظاهر كل دي أنا أسماء حضرت في مركز قلب الدفاع بالنادي الأهلي مرورا بقلب الأسد واء الجمعة ومرورا بشادي محمد رامي عادل أسماء كتيرة جدا عذرا إن كنت نسيت حد محمد يوسف نفس الكلام ومحمد شرف وسمير كامونة بالتأكيد أسماء كتيرة جدا امتاعها قبت على النادي الأهلي في المنطقة الدفاعية محاولة من جديد أدي كرة من يمين بالماسم يلعب الأرضية باسم وأدي عمري جمال عايز يعملها كده باكورد فهو دابا الكيك لكن ما زبطتش يطلعها دفاع الصفاقسي عن طريق سليم لمحجف نزلت في قصة الملعب كرة طويلة محاولة أمامية هذه كرة فيه منتصف الملعب بداية من أقصى الناحية اليومنا عن طريق علي معلول لأيه ما شاء الله بيجيد اللائب بكلتا القدمين سواء كظهير أو كقلب دفاع أو كلائب وسط ملعب المتكامل علي معلول رجعت واسمه طبعا على اسم المدرب الكبير والعراب الكبير نبيل معلول اللي لابت لا تنسى لجماهير الأهل في نهائي دوري أبطال أفريقيا في ملعب برج العرب لما وضع أكليل الورد على 72 شهيد و74 شهيد عليهم رحمة الله نتذكرهم جميعا وأروحهم دائما وأبدا خالدة تخلذ من جانب الجماهير ومن جانب اللاعبين ومنساش كلمة نصبوا كمين وقتلوا المجدع والغندور بطل يشجع ل74 شهيد حفروا اسمهم في مدرج النادي الأهل محاولة من الشمال لكنها لخارج أرضية الملعب وإلى تماث لمصلحة النادي الأهل وهنا قدامنا عمر جمال يعني يبدو كده إنه هو بيعاني من إصابة كده وبيغادر أرضية الملعب من أجل تلقي العلاج سلامات يعني مشجيئين الأهل بيقولك الأهل مش نقص وسلامات عمر جمال ممكن يغادروا لينزل مكانه عماد متعب لكن هنشوف قادر أمي التماس لمصلحة النادي الصفاق سلامات لعمر جمال اللي بيغادر أرضية الملعب والكرة من ماهر الإحناش اللي بيرجع عند زيادة دربالي يحضر في المنطقة الدفاعية بداية موجودة عن طريق سليم بن جميع في وسط الملعب كريم لعواضي ينقل واحدة في ليمين في محاولة عند ماهر الإحناش في وسط الملعب تمرير أمامية وقادر كرة طويلة من محمد علي منصر يلعب لعلي معلول بدأت من خطورته يلعب الأرضية محاولة عند مصعب ساسي ولكن باسم علي برافو بتميز عند حسام عشو مع الكرة عشو يلعب كرة في وسط الملعب بداية كانت عن طريق أحمد حمدي اللي بيسلم الكرة في ليمين عند باسم علي على الأرض عند حسام غالي اللي باسم علي لكن ضغط كويس لعيب الصفاقسي من منتصف الملعب ترجع من جديد محمد علي منصر عايز يلعب بيني أو منصر لكن يقطعها منه من ناحية الشمال صبر رحيل ويادي عبدالله السعيد اللي بيمرر تمريرة حلوة عن أحمد حمدي لحسام غالي وحسام عشور اللي بيلعب الكرة عنده حسام غالي من تاني يا سلام ترئيسة سماوية هدي اللي اسمها الترئيسة السماوية من حسام غالي حسام قالك سؤال سجماوي من إسلام صادق ودي ترئيسة سماوية وبالمناسبة إسلام صادق وقفوا قدام حشي كده فتكر رجعت الكرة من الشمال هدي بداية على مشارف منطقة الجزاء عندي اسكيال لكنها تتقطع وترجع له مرة تانية بداية عن طريق الصفاقسي اللي بيمرر كرة في وسط الملعب وقادي محاولة عند محمد علي منصر يحاول منصر يغير اللقبة لأقسى الناحية اليسرى باستلامة موجودة ومحاولة عن طريق حمزة حدى لا حمزة حدى غادر ده رايموند مندي على الارض وقادي لمسة حلوة ومحاولة كانت من علي معلول لكن تطقتها مرتدة سريعة عبدالله سعيد الاهلي لازم يعمل تغيير هجومي دلوقتي عشان يقابل مع ضغط النادي الصفاقسي لازم وليد سليمان ينزل أو لازم ينزل معه محمد حمدي محمد حمدي بره محمد ممكن جون أنتوي جون أنتوي ممكن يشارك في الوقت الحالي مليك إيفونا غايم وقادي صبر رحيل يلعب الارضية حلوة على القائم الثاني عبدالله سعيد بيحاول يلحق يروح لها حسام غالي اللي بيعمل التاكلنج لكنها تماثل صالح الصفاقسي وسلامات لللواء على أرضية الملعب من النادي الصفاقسي حسام غالي ييه يسي عليم في اللقاء وتغيير في الوقت الحالي اللي بيستعدر نزوله هو مجد المصراطي مجد المصراطي وبرضو شايف في النادي الأهلي وليد سليمان بيستعدر النزول وقادي الإعادة وقادي التدخل من حسام غالي كده في اللقطة اللي فر الله يديك حسام هاتى سليم لمحجبي لحد الوقت سليم يعيني قاعد وبنا يسر على سليم ويعوعة صعبة أو يعرضها لكن هو كان انتحان ما بين غالي وما بين سليم رجع في وسط الملعب من تاني رأسية هذه كورة يبي دايم المنطقة الدفاعية عن طريق زيادة دربالي يلعب في مين عند علي معلول أخي اللقاء جمع ما بين الأهلي والصفاقسي كان في نهاية السوبر الأفريقي وانتهى بفوز الأهلي ثلاثة اتنين عمر جمال هدفين وجده هدف وعلي معلول وفخر الدين يوسف كان هو اللي سجل على الأرض بداية من تاني من محمد علي منصر يرجع للدربالي لماهر لحناشي وعلى الأرض لكن ما فيش أي حد خالص غير عشور يلعب في وسط الملعب عند عبدالله السعيد مع الكورة السعيد يحاول يلعب كورة لأقصى الناحية اليسرى يبدأ بقى يحرك راحة الشمال من مؤمن اللي بيستلف حلوة مؤمن ولكن رأي مرفوعة وتسلل وضرب حرة غير مباشرة على مؤمن زكريا نتيجة التسلل عليه في اللقطة اللي فاتت وتغيير اللي بيغادر هو ماهر لحناشي واللي ينزل مكانه هو مجدي المصراطي لا اللي بيغادر هو مصعب ساسي واللي بينزل مكانه هو مجدي المصراطي تغيير تغيير مصعب ساسي اللي عمل شوت اول ممتاز هو اللي بيستعد لنزول وليد سليمان بيستعد لنزول دلوقتي لانه واضح ان عمر جمال مش هيقدر يكمل عندنا النهاردة عمر رجب وعندنا حسام حسن اللي اتنين من الناشئين اللي موجودين في ارضية الملعب من النادي الاهلي وفعلا حسام حسن هو اللي هيستعد مش عمر رجب كرة عالية قادر رأسية بترجع من صبر رحيل بيحاول من تاني فسط الملعب كرة طويلة وقادر محاولة امامية عند عمر جمال اللي عايز الحق عمر جمال يضغط عليه كويس جدا سليم بن جميع يرجع عند عبدالله السعيد السعيد يا ولد يا ولد حاجتك دي عبدالله حاجتك دي عبدالله يا حريف عبدالله الحريف في اللقطة اللي فاتت حلوة أو اللقطة اللي فاتت وقادر كرة مرت الى خارج ارضية الملعب وإلى ضربة مرمى بص اصلا كنترول عبدالله السعيد على الكرة من الاول هنا بص عمر جمال بص عبدالله هي دي الزق اللي فرقت بص بص حلوة حلوة لففة حلوة قوسية كانت رايحة في المرمى لكنها مرت على شمال رامي لجريدي محاولة لكن الضغط من مؤمن زكريا السعيد بيحاول من تاني لكن يلحق نفسه كويس ماهر لحناشي محمد علي منصر يلعب الكرة الامامية وقادي هنا استلامة حلوة من باسم علي اللي بيغطي كويس جدا في حالة المرتدات تمرير بالقطع من حسام غالي عند رايمون مندي رايمون مندي في المنتصف قادي بداية من تاني وقادي محاولة على الارض علي معلول كالعادة علي معلول يعدي ويلعب الكرة على الارض فيها محاولة ولكن صفارة وخطأ وضرب حرة لصالح النادي الرياضي الصفاقسي اهوان قدامنا محمد علي منصر الاثنين بتنشينها وهي الاعادة والتدخل بقوة كان من مؤمن على كريم العواضي وتماس تتلعب الكرة لكن استخلاص تمرير امامية ومحاولة من محمد علي منصر عايزي عدي عدي محمد علي منصر لكن واقف ورجع تاني عند علي معلول بيأذل على شمال وعلي معلول معلول يغير اللي أبا حلوة لأقصى الناحية اليسرى قادي بداية وقادي محاولة من تاني كرة موجودة عند سليم لمحجبي يلعب الارضية سليم ولكن يطلع شريف اكرامي يمسك الكرة بامتياز برابو شريف اكرامي نادي الاهلي في كل مكان على مستوى التدريب في انحاء الوطن العربي يقدموا اداء متميز كابتن مجد طلبة مع نادي الشرم والسعودي والكابتن عادل عبد الرحمن مع النادي الاتحاد السعودي والفوز في اللقاء الماضي على الشباب اثنين واحد لتولى المهمة كده بدلا لي داشر بولوني وجمير الاهلي بالوقت بدأت وليلعب يا اهلي اهو اسمع صوت الجمهور عبدالله السعيد يلعب كرة في اليمين عند صبر رحيل او عند عفن باسم علي عشور يلعب الكرة لعبدالله السعيد طلق له صبر رحيل عبدالله يلعب عند صبري لكن صبري ماكملش وست سهلة عند حالس المرمى رامي الجريدي رامي الجريدي يبدأ عند الاحناشي بيحاول الاحناشي وحاوله من جديد وهيا تمريرات على الارض ويعني بيحاول ان هو يضغط كده النادي استفاقسي لكن هنا بقى تدخل ومؤمن زكريا يعني نائر ونقير مع اللي قدامه ده نائر ونقير كده مع ماهر الاحناشي ده يعدي منه مرة وده يوقعه مرة وهكذا ماهر الاحناشي 31 سنة اللي بنضمله من صبوف النادي الاتحادي المونستيري وهي عن الاعادة وادي التدخل من مؤمن زكريا مع ماهر الاحناشي تلعبت الكورة واعمال متعب في الوقت الحالي متعب في الوقت الحالي هو اللي هيستعد للنزول بداية من الشمال وتمرينه امامية وهادي ايزكيال اللي بيحاول يمر على الارض عند مجد المصراطي لكن ترجع يعدي ايزكيال يحاول ايزكيال لكن هنا فيه تدخل عليه وحكم المباراة بيقول مطل اتش رجعت من تاني في المنطقة الدفاعية تحضير ومحاولة بداية هجمة لكن الكورة عند شريف اكرامي اللي يبدأ من الشمال عن طريق صبري رحيل هيحاول صبري رحيل صبري يلعب كورة في وسط الملعب عمر جمال مع الكورة عمر في المنتصف عند حسام عشور هيا استلامة من جديد عند وليد سليمان اللي بيلعب على الارض عند حسام عشور يبدأ من تاني عند حسام حسن اللي بيجربوا كده في منطقة وسط الملعب فوسيبي زيرو اهير على الارض من وليد عايز غاربها اللعبة لكنها بعيدة وائلة وقعد هنا الجماعيين الاهلوية الحاضرة في ارضية الملعب تتلعب وهنا بقى عماد متعب هو اللي بيغادر وعمر جمال لا عمر جمال هو اللي بيغادر وعمر متعب هو اللي بينزل صديق عماد متعب يعني شادي عادل اللي دائما وابدا يحضر مع الاهل في اليابان وفي كل مكان يعني وتوقع ان عماد متعب هذا الموسم يعود لحسته التهديفية بشكل اكبر وعمر متعب حتى لو ما عندوش حسة تهديفية فكفاية انه هو لحد دلوقتي لما بيقى موجود في الارضية الملعب جمهور الاهلي ما بفقدش الامل في اي مباراة الا لما حكم بصفة لان عماد متعب صلحة ما شاء الله اللي جايبه في الديئة تسعين اكتر من ديئة تسعين نفسه رجعت في قصة الملعب وهنا بقى تدخل بالقوة بدأت المباراة كده تفلت من الحكم هذا يبقى فيه تدخلات طوية من لعبة الفرئتين الاهلي والصباكس صبري يلعب عنده مؤمن مؤمن وقدمه مهر الاحناش يحاول وهنا بقى تدخل بالقوة شوف الكرة اللي فاتت ما ينفعش خريم العواضي وقادي الانطلاقة وقادي واحدة عالية لكنها بعيدة ولي خارج ارضية الملعب وإلى ضربة مرمى يعني ياريت الاداريين بتوع الفرئتين يعني يكلموا اللعبة يعني يا جماعة والله مباراة ودية يعني الاهم من المباراة اللي ودية لازم يبقى فيه استفادة لازم يبقى فيه استفادة مش لازم اي مباراة ودية نخرج بربع خمس لعبة مصابين يعني محباش ملعب في مستشفى يعني رجعت بداية في المنطقة الدفاعية من جديد عنده حسام حسن حسام يلعب في ليمين على الارض عد حسام لقى بواحدة في ليمين بص هنا بقى الضغط اللي موجود وبص المحاولات اللي موجودة من لعبة الال لكن حسام يرجع عنده شريف اكرامي استفادة في شعط اللقاء التاني اكتر تنظيم من النادي الاهلي اهو بين الحضراتكم فيه ارضية الملعب والاهلي يعني يمكن خروج حسام غالي هدريت من فرقة شوية وقادي هنا عبدالله السعيد عايزي مرر تمرير بينيه لكن يوقف عليها بص مقفلي كويس لعبة الصفاقسي نزور رايمون من دي بدينا اللي حمزة حدا قفل وسط الملعب على النادي الاهلي رجعت من تاني حسام مع الكرة حسام حسن ممكن يشوف صالح جمعة صالح جمعة اللي بينتظر منه جمهور الاهلي الكتير لكن هو يلعب اساسي رجعت بداية من تاني من يمين هدري الانطلاقة باسم علي يرجع عنده حسام حسن حسام يحضر عنده شريف حازم وفي الوقت الحالي حسان الحرباوي واحد من لعيب المتميزين هو اللي بيستعد للنزول في تشكيلة النادي الرياضي الاسفاقسي وادي عبدالله سعيد حلوة البيانية بالشمال صبر رحيل يا ولد عده وضم الجوه عده كويس لو لعب بينيها لو لعب صبر رحيل اتوغل لعب بالعرض لكن يقطعها دفاع الصفاقسي ردت من تاني على الارض وحاوله من جديد اهيئة للتمرير عنده عبدالله سعيد السعيد بيحاول عبدالله يفتح اللعب اللي اقصى الناحية اليومنا ممكن عرضية وليد سليمان وليد وليد يلعب الكورة وليد ولكن تنزل يا ولد عبدالله سعيد في اللعطة اللي فاتت حرفه نف ما شاء الله عليه عبدالله سعيد بتاع لوائلة خارج ارضية الملعب وإلى ضربة مرفة معلومة كده للسادة المشاهدين في كاس العلم 2005 اللي اقيمت في هولندا واللي شاهدت ميلاد وليل ميس الحقيق منتخب مصر كان شارك مع الكافتن محمد ردوان منتخب مصر يعني في المبارات التلاتة لم يشارك كان منتخب كريم زكري وحنة سامير فرج واشكبالا ومحمد محمود نانو وحمد مجدي كان حارس مرمى وقتها ولقبة كتير جدا يعني صراحة عشان ما بقاش نسيت اي حد كان عبدالله سعيد تم اختياره في الدور الاول من تشكيلة المنتخب العالم في الدور الاول عبدالله سعيد تغلق مع الاسماعيلي وابدع مع الاسماعيلي وانتقل الى الاهلي هو اللي هيغادر والله ينزل بكانه هو حسان الحرباوي واربعة وسبعين دقيقة من عمره واحدا الشوت اللقاء التاني والنتيجة واحد واحد وجمهور الاهلي عايز يشوف جول تاني والجمهور اللي مش مع الاهلي عايز يشوف جول تاني بس للاهلي مش لسه فاقسي يعني لازم برضو نقولها بصراحة طالما الاهلي اللي بيلعب مع اي فريق تاني غير مصري انا اهلاوي ولو الزمالك لقب مع اي فريق تاني غير مصري انا زمالكاوي بحيان مش بحدش يقولك ابيعه نفسي صراحة يعني نفرح بأنه فترة صراحة سنتين معلقناش على الدور المصري يعني كانت مباراة مصري وزنبيا كده ايه زي بيلو ايه تنشيئة كده لكن والله يا جماعة كورتنا جميلة والدوري عندنا جميل وجمهورنا جميل وجمهورنا يعني اللي بالتأكيد يهز اي ملعب وكان ليه دور كبير في 2006 في الحصول على اللقم وبإذن الله تعالى تعود الاوضاع مرة اخرى ولكن مصر امان ومصر امانة رجعت فوستر ملعب من تاني لكن يضغط كويس جدا ويقطع هباسم علي اللي عمل مبرمه وان شاء الله كويس الحد بالوقت وقادي عبدالله السعيد ممكن يلعب الميناء عند عماد متعب ادي بداية من اقصى الناحية اليسرى وقادي هنا من جديد ممكن تتلقى بالعرض عايز يعدي عدى مؤمن مر مؤمن حلوة حلوة يلا يا مؤمن بيحاول مؤمن يا مؤمن مؤمن كان عايز رأس الخط كان لازم يلعبها بالعرض من الاول لكن مؤمن زكريا عدى كويس والكرة مرت الى خارج ارضية الملعب والى ركنها لصالح الان هذه قدامنا مؤمن زكريا اللي تدرك في قطاع النشئين في النادي الاهلي من بدر رجل لعادل عبدالرحمن لعلاء ميهوب لضياء السيد وراحل بعد كده الانتاج وقادي روكناه من عبدالله السعيد وقادي لمسا لكنها ضربة مرمى لصالح السفر السيد ضربة مرمى بيحسبها حكم المباراة وضربة مرمى في الوقت الحالي هنشوف وهننتظر ويمكن يعني قبل المباراة كده الزميل محمد عباس كان سأل سؤال خبيث لشهاب الليل يقول برضو سؤال سماوي كان سأل وهي اطعت وعبدالله يا عبدالله يا عبدالله عبدالله السعيدي ضيع انفراد ورامل جريدي يتقلق في اللقطة اللي فاتت بكرة تفست كويس لكن عبدالله السعيدي سدد في ايد رامل جريدي اللي بيسجل التاني اللي بيضيع هدف تاني على النادي الاهلي رجعت عند رامل هنا بقى الضغط اضغط 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 ضغط مؤمن لكن خدها من وراه كويس جدا في اللقطة اللي فاتت النار الاحناشي وحاولة عند علي معلول لكن هنا بقى محمد نجيب ودفع من حسان الحرباوي والكرة الى خطر الكرة التنسية عندها معاجم اسم حمد الحرباوي والله حاية تاني جاير الجماهير الاهلوية الحضرة في ارضية الملعب الجماهير اللي خدت سيلفي مع مؤمن زكالية في ملعب العيال والجماهير اللي خدت سيلفي في الكاس والجماهير اللي استمتعت ومناسبة يعني ادي الاعادة للكرة اللي ضاعت ومناسبة قناة النهار الرياضة يعني سواء كنت اهلاوي او كنت زمالكاوي فقادي الكرة هنا من عبدالله السعيد نتكلم على نقطة طبعا نتكلم على الفرنجة وعن سمير وشاهير وبهير انا ما عرفش مين سمير ومين شاهير ومين بهير لكن اعرف ان فيه تنزم الكوية واحد اهلاوي اهلاوي دون جمهور الاهلي يعني بيحسدوا انه هو نزل اللي هو احمد فهم جمهور الاهلي بيحسدوا انه هو نزل تصور مع عكاس السوبر لكن اللي راح وقتها للنادي الاهلي في فندق الاقامة في العين تصور هو التاني مع عكاس عشان ميبقاش في حد احسن من واحد من التلاتة دول سمير وشاهير وبهير تحية طبعا ليهم كاشخاص بيقدموا فن هادف الحقيقة وكوميديا متميزة طبعا مع واحد من الشخصيات المنتعة اللي معاهم وهو طبعا رامي السكري وضرب حرة لمصلحة شريف اكرامي في الوقت الحالي هو اللي واقف على تنفذها واحد بيسمع المبارف الملعب طلع بيصورني مع عكاس ماش يا باشا يعني هو بيوريني صورته مع عكاس ماش يا باشا رجعت مرة تانية محاولة عند اعماد متعبت اللي بيلعب كورة عند وليد سليمان النادي الاهلي شارك في كل البطولات اللي شارك فيها حصل على لقبها إلا كأس العالم للأندية اللي الاهلي بيبحث عنها في الأيام القادمة وهي ليست ببعيدة بالتأكيد شفنا الرجاء البيضاوي بيوصل لنهائي كأس العالم للأندية وننتظر الاهلي شارك في نهائي كأس العالم للأندية ويحصل على كأس العالم للأندية طبعا أمنية وعند كل الجماهير الأهلوية وقدي محاولة لكن حسان الحرباوي بيضغف على نجيب وتطلع الكورة إلى ضربة مرمى عند شليف إكرامه جون أنتوي هو اللي بيستعد للنزول دلوقتي من الإسماعيلي إلى الشباب السعودي ومن الشباب السعودي إلى الأهلي المصري وقدمنا شاب الليلي وقدمنا هون حسان الحرباوي وجمهوره ده حماع الحلوة والمرّة معاه ولد سليمان يلعب كورة وهنا تمرير على الأرض وحوله من جديد محمد علي منصر يبدأ من الشمال وانطلاقه عن طريق مجد المصراطي وجون أنتوي هو اللي بيستعدر النزول دلوقتي بصلت في وسط الملعب رجعت مرة تانية وحوله ونقلات لعب كتيرة ومؤمن زكريا بيضغط كده على ماهر لحناشي اللي بيلعب على الأرض نجي بيضغط على حسان الحرباوي بيحاول عبدالله السعيد لكن ترجع من جاني عند ريمون من دي عبدالله السعيد ضغط على ريمون من دي رجعت الكورة عند سليم بريج مية لزيادة دربالي اللي ماهر لحناشي اللي عده كويس من مؤمن وبزيرو يعني تانشي مؤمن في اللقطة اللي فاتت بزيرو رجع العب يا أهلي الجماهير الأهلوية عايزة هادة بدلوقتي معه وصلنا للضيئة التمانين وعد كورة على الأرض بترجع من جديد بداية في منطقة وسط الملعب حسان عشور اللي يرجع على الأرض أقرب المراضي عند نجيب اللي بيرجعها لحالة سمر ماشي في إكرامية يبدأ المراضي نجيب مع الكورة نجيب يلعب عند صبر رحيل يرجع من تاني الأهلي والصفاقسي برضو كان نهائي السوبر 2-1 في القاهرة في 6 فبراير 2009 ويومها الزميل عصام الشوالي أطلق على فلافيو اسم فلافيو بوراس اللي كان سجل هدفين وكواس بلايس كان هو اللي سجل هدف الصفاقسي الوحيد هذه الكورة لكنها بعيدة ولي خارج أرضية الملعب وإلى تماث جون أنتوي هو اللي بيشارك دلوقتي والله هيغادر هو مؤمن زكريا هل يأتنا بقى هيلعب بثنين مهاجمين خسي بزيرو ولا هيلعب بمهاجم وحيد وهيرمي أنتوي في ناحية الشمال خلينا نشوف أو أنتوي عشان محدش يزعل لكن هو أنتوي جون أنتوي لكن الزميل أحمد فوز الأريان في موقع في الجول كان يتكلم عن نطق الأسامك سمعنا وليا منساح وسمعنا كوتي منسا وسمعنا كاستيلور لكن صراحة اللي سمعتها ويعني وهو لعب مصري دودو الجباس لكن لازالت بعض الناس مصممين يسموه دودي وهو اسمو دودو رجعت تمرير أمامية ومحاولة عند عماد متعد اللي يرجع في وسط الملعب من تاني عند كريم العواضي اللي بيقطعها من الصفاقسي أمامية عند علي معلول راية مرفوعة وتسلل ضربة حرة غير مباشرة لمصلحة النادي إلى خلاص المباراة بتدخل في المنعطف الأخير بثنين أو ثمان دقايق على النهاية والأهل يبحث عن هدف تاني لإسعاد جماهيرو الحاضرة هنا في أرضية ملعب الوسط الملعب اللي شاهد تألق لعيبة كتيرة جدا في كرة القدم الإماراتية واللي ما يعرفش زهير بخيط يتفرج عليه واحد من أهم اللعيبة مع فهد خميس اللي كانوا تألقه وماردونا اللي كان حضر لتدريب الوسط وبعده كان عليه رحمة الله عبد الكريم ميتسو وواحد من النجوم المصريين كان لاعب بقى في صفوف الوصل الإماراتي وهو اللاعب اللي أطلقت عليه اسم الأباتشي محمود عبد الرازق شيكبان وحاوله قد العرضية وقادي هنا المرة دي بقى الشيف نكرامي يمسك العرضية في الوقت المناسب كانت عرضية من ماهر لحناشر شوط تاني أضعف مما كان الحال عليه في شوط اللقاء الأول وصلت الكرة في وسط الملعب لعبد الله السعيد يمررها أمامي عند وليد سليمان قادي هنا فرصة موجودة للأهلي وليد سليمان هاي لعب العرضية ولا ايه لعب العرضية لعبد ما دعب يفوت لعبد الله اللي عايز يمررها لكن برابه في اللقطة اللي فاتت زياد الدربالي اللي يتعلق فيها بشكل ممتاز رجعت على الأرض قد التمريل الأمامية وعادي هنا برابه محمد نجيب يقطعها قبل ما تعمل الكرة بشكل خطير أحمد حمدي هو أحسن لاعب من النادي الأهلي وإسكيل أحسن لاعب من نادي الصفاقسي أبتونيسي شكرا للكابتن أحمد بديهي وللشركة تيلي سير مهندس أحمد سويلم الشركة المنظمة لهذه المباراة بالتأكيد أحمد حمدي بالتأكيد يعني هدية نوعية وبالمناسبة يعني الإعلاميين ولعيب النادي الأهلي هم اللي اختاروا أحمد حمدي كنوع من التحفيز بالتأكيد وهي دي مدرسة النادي الأهلي محاولة من تاني عند عشور أو ده كان حسام حسن لعشور اللي يلعب كرة أمامية لأقصى الناحية لأسرة محاولة عند رحيل مهر لحناشي ولكن يضغط عليه صبر رحيل والكرة في الأخير إلى خارج أرضية الملعب وإلى ضربة مرمى لمصلحة الصفاقسي جمهور الأهلي حتى في المباريات الودية لا يرضى إلا بالفوس وضربة مرمى كل التحية والتقدير طبعاً لكل النجوم ولكل من ساهم في صنع اسم النادي الأهلي بالتأكيد ومن كل أكتار العالم ومن كل أنحاء العالم النادي الأهلي أصبح علامة مسجلة كبيرة يعلم قيمتها من يعلم ولا يعلم قيمتها إلا من لا يعلم كرة القدر حقيقة صراحة وقادي رأسية ولكنها إلى خارج أرضية الملعب وإلى رمي التماس ولا ضربة حرة لمصلحة النادي الصفاقسي والخطأ لصالح كريم العواضي في اللقطة ونشوف وننتظر أهياً الإعادة وقادي هنا بقى صبر الرحيل مع كريم العواضي والخطأ كان لمصلحة كريم العواضي رجعت الكرة عند سليم بن جمية نزلت في وسط الملعب رايمون من دي يرجع يحضر من منطقة الدفاعية تانية عن طريق بن جمية اللي مر الكرة في وسط الملعب عند رايمون من دي اللي يرجع من تاني في المنطقة عند حارس مرماء رامل جريدي كل فاكر طبعاً أحمد الجواشي اللي كان استقبل هدفه في مرماء الصفاقسي أبو تريكل اللي كان سجله الهدف وهذه محاولة من جديد على الأرض بيحاول أنه هو يبدأ كده النادي الأهلي هجمة لكن الكرة بعيدة وتبعد عن باسم علي وإلى تماث بداية محاولة عند الحرباوي اللي كان بيحاول فيها حسان الحرباوي رجعت في وسط الملعب شايف كده وسيم كمون ولا ده حسام اللواتي ولا بيستعدل النزول حسام اللواتي وهذه الكرة اللي على الأرض من جديد محاولات لبداية الهجمة من جانب لائب الصفاقسي وآد التمرير أماميها من زيادة دربالي لكن برافو صبر رحيل ما شاء الله يقطعها بمرارة حلوة عند عبدالله السعيد قدامه مساحة لكن يستلم خلوك حسام غالي فرق في الحتة دايا وآد الانطلاقة ومحاولة من اليمين وصلت عند باسم علي اللي يرجع عند حسام عشور عشور يرجع يحضر من تاني 86 دقيقة وكورة موجودة على الأرض من تاني عند جون عنتوي لائب ناجيرين كتير جدا حضروا ولائبه وشاركوا مع النادي الأهلي لكن يعني ما كانش المربوض بتاعهم بالشكل المطلوب يعني روبرت أكرهي تقلق خارق قواعد النادي الأهلي ويعني كان آخره بيتر إبو موبوي يعني ما كانش أقدم الأداء المنتظر منه وهنا برضو عندنا في نصر نعيار اخطيار اللعيبة الأفارقة يعني يحتاج إلى إعادة نوع رجعت فلسطن ملعب من حسام عشور اللي بيمرر كورة عند عبدالله السعيد أماميا المحاولة من حسام حسن يعدي حلوة الكورة عند أنتوي يلعب لعبدالله السعيد بيحاول السعيد كان ممكن يسدد لعماد عماد متعب يسدد لكن تخبط الكورة في دفاع الصفاقسي وإلى ركنية لمصلحة النادي الأهلي خلاص 87 دقيقة أو 3 دقايق على النهاية والأهلي يبحث عن هدف الفوز بالمباراة الأهلي يبحث عن هدف الفوز بالمباراة وهنشوف وضرب ركنية في الوقت الحالي هتتنفس دلوقتي وتركب داخل منطقة جزاء الصفاقسي واقف على تنفيذ وليد سليمان وهنشوف الحكم فين آه الحكم كان هناك يعني بخرب كورة كانت هناك عند ناحية الكورة من ناحية التانية وقاد الكورة ركنية تلعبت لكن يمسكها رامي الجريدي عايزة لعب واحدة طويلة رامي الجريدي ويبتدي هجما لصالح الصفاقسي لكن خلاص يعني كده بدأنا أو مش بدأنا لمينا أوراقنا خلاص وفي انتظار صافرة النهاية بالتأكيد فيه تجربة مهمة جدا الصفاقسي متصدر الدوري التونسي بـ 22 نقطة وعنده لقاءات في الأيام القادمة بالتأكيد مهمة جدا نقاء مع الإطوال النجم الرياضي الساحلي اللي الأهلي كان حصل منه على لقب دوري أبطال أفريقيا في 2005 مباراة حسامة حسني وبوتريكا الشهيرة وبركات وكان النجم الساحلي فاز على الأهلي في 2007 في مباراة الشرميتي الشهيرة وفي الوقت الحالي بيغادر علي معلول واللي بينسي البكانه هو حسام اللواتي حسام هو اللي بيشارك دلوقتي و88 دقيقة وشهاب الليلة بالتأكيد راضي عن أداء فريقه في مباراة النهاردة هو من زيره يعني بالتأكيد في شوط اللقاء الأول راضي كل الرضا على أداء الأهلي لا يا جماعة لا يا جماعة اهدوا كده واستاهدوا من الله جونان طوي كان تدخل فيه اللقطة اللي فاتت على لاعب الصفاقسي ماهر لحناشي ولكن الحمد لله أم سليم هو قدامنا ماهر لحناشي وتماس تتلعب الكرة أمامي لأقصى الناحية اليومنا عند مجد المصراطي يعدل على شماله مجدي يلعب برا المنطقة ريمون مندي يلعبها أمامي ولكن شريف إكرامي يطلع يمسك الكرة بثبات يلعبها على الأرض عنده حسام عشور وحاولت بداية هجمة مليمير عند باسم علي قدامهم ساحة يجري باسم يعدي باسم يدور لكن يلعبها لأقصى الناحية اليومنا من تاني على الأرض لحسام عشور بيحاول عشور تغيير تلعب عنده عبدالله السعيد عايز يفوتل إعماد متعب لكن ماهر لحناشي أمامي محمد علي منصر تلعب في وسط الملعب مجد المصراطي لكن عبدالله السعيد حلوة تمنية لوليد سليمان وليد بيدور بيدور على بينيه لعب البنية عماد عماد متعب ويتدخل رامي الجريدي يتدخل رامي الجريدي ويقطع الكورة من قدام عماد متعب لكن بص ممتاز من وليد سليمان وهنا صفارة وخطأ على حسام عشور لمصطحة رايمون مندي أهينا الكورة بص البينية الحلوة وأدي عماد متعب استلمها كويس حاول يعدي لكن رامي الجريدي رامي الجريدي أهي دخل رامي الجريدي وأدي وليد سليمان يا ولد على البص حلوة وأدي عماد أدي هنا اللقطة اللي فاتت خمسة بشمال ما زمتش وتم الإعلام خلاص على أفضل لاعب في المماراة وهو أحمد حمدي وأدي جانب من الجبائيل الأهلوية اللي كان يهمها تفرح بالهدف التاني في الوقت الحالي ورايمون مندي بغادر أرضية الملعب يعني كده بيتدخل بقوة على لعيبة الآلف أحسام عشور كده يعني هدده بوحدة كده فغادر أرضية الملعب وتسعين ديئة وسلامات لرامي الجريدي حارس المرمى اللي واقع على أرضية الملعب حارس مرمى نادي أصفاكسي الرياضي في الوقت الحالي وأربع دقائق وقت محتسب بدل من الضائع نشور إليها الحكم الرابع الكابتن إبراهيم سلطان وخلاص سلامات لرامي رامي الجريدي ومسمي نفسه راميريز هو الله ياسمه راميريز هو نسمي نفسه راميريز وعمل حتة رشته ريكبر كده البلاستر اللي تحت العين مع أن رشته كان بيحط كريمات كده عشان الإضاءة لكن هو حطت اتنين بلاستر كده أو صليتيب مش مشكلة ضربة حرة لصالح الصفاكسي في الوقت الحالي تتلعب الكورة بداية من أقصى الناحية اليسرى عايز يعدلها كده اللواتي اللي بيلعب الكورة عند رايمون مندي رايمون مندي يلعب العرضية لكن ضغط عليه كويس ماسم علي وقادي هنا التغطية من حسام حسن بعد كورة من وليد سليمان عبدالله السعيد مجهود كان ممتاز دي في لقاء النهاردة ومشاء الله عليه صبر رحيل اللي أقدم لقاء ممتاز جدا من النحال يحاول جون يرجع في المنطقة الدفاعية النهاردة برضو شريف حازم ومحمد نجيد يعني في الكورات اللي جات عليهم برضو يعني محتاجين ان هما يتعودوا على بعض أكتر في أرضية الملعب ان هما يتفاهموا أكتر طبعا لأن يعني في تشكيلة النادي الأهلي اللي تلين اللي دائما بيلعبوا أساسيين هما حجازي ورامي ربيع وبالعمص طبعا المنتخب الأولمبي زعلنا كلنا بعد الهزيمة وبعد مغادرة تصفيات الريودي جانيرو ومحاولة مرة تانية وقادي هنا مهر الاحناشي تتلعب الكرة في اليمين عند محمد علي منصر الصفاقيسي بيحاول أنه هو يختف هدف في الوقت الحالي وقادي الكرة اللي بتتلعب الاحناشي هيا في وسط الملعب بداية من اليمين عايز يعدي لكن هنا تدخل موجود ومحاولة من محمد علي منصر عايز يعدي من صبر رحيل الأرض وانتو لكن نجيب يقفل كويس سهلا عند شريف إكرامي اللي بيمسك الكرة في الوقت المناسب شريف إكرامي تصدى للكرة في الوقت المناسب وخلاص تلاتة وتسعين دقيقة ودقيقة واحدة فقط على النهاية وهنشوف كلام كابتن علاء ميهوب وكابتن وليد صلاح الدين ايه؟ مع الزميل كريم حسن شحاطة طبعا فيما بعد المباراة ويعني كابتن علاء ميهوب كده بيشاور لي وبيقول لي إن المباراة يعني كثلازي بيبقى فيها هدف تاني مش مشكلة كابتن علاء الجايات أكتر من رايحات وكلها متشاكلة ده طبعا علاء ميهوب اللي يعني لما لقى بأمام النادي الأهلي وساهم في فرصة أمام النادي الأهلي بكى علاء ميهوب اللي رحل من نادي الأهلي ورفض الانتقال لأي نادي جماهيري علاء ميهوب واحد من لعب المتميزين وأدي كرة بتتلعب في المين عند مجد المصراطي أو لعب مش مشكلة أدي مجد المصراطي حلوة لكنها عالية ولخارج أرضية الملعب وإلى ضربة مرمى ضربة مرمى لمصلحة نادي الأهلي خلاص نص دقيقة على النهاية وتعادوا الإيجابي واحد واحد ما بين الأهلي والصفاقسي وضربة مرمى عن طريق شريف إكرامي دلوقتي ورامي الجريدي واقع على أرضية الملعب رامي الجريدي واقع على أرضية الملعب سلامات يا جماعة حد يقول لرامي إن ده ماتش ودي ما بيضيعش وقت حكي كل ما نلعب ما عنده شمال أفريقيا تونس أو الجزائر أو المغرب لازم يبقى فيه كده يعني إيه فقر التضيئة وقت يعني هدف كده في أول عشر ده وبعد كده طول الماتش اللعيبة بضيعها لكن مش مشكلة علي الكورة وحاولة عند جون أنتوي يمرر الكورة عند إعماد متعب اللي بلعبه فوسط الملعب عند وليد سليمان اللي عايز يعدي ولكن في النهاية هي صافرة النهاية الأهلي والصفاقسي حبايب محمد نجيب بالخطأ في مرمى النادي الأهلي وسليم بن جميع بالخطأ في مرمى النادي الصفاقسي لتنتهي آخر تجارب الأهلي الودية قبل العودة إلى القاهرة متعادل إيجابي أينما كنتم في كل مكان أتمنى أن أكون قد وفقتم لله عز وجل هذه تحياتي بلال أحمد علام لا تذهبوا بعيدا فواصل إعلانية بعد ذلك الانتقال لكابتن كريم حسن شحاتة كابتن على ميهوم وكابتن وليد صلاح الدين وفي أرضية الملعب مع الزميل محمد عباس شكرا لكم وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا لكم